حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدنا بن مالك القطاعي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا زهير عن زيد يعني ابن أسلم عن جابري بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وأكثر يعني من يخرج إليه النساء وذلك يوم التخليص وذلك يوم تنفي المدينة الخبثة كما ينفي الكير خبث الحديد يكون معه سبعون ألفا من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلا فتضرب راقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال ولا من نبي إلا وقد حذر أمته ولا أخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعورة حسن عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيدي بن أسلم عن عبيد الله بن مقسمين قال سأل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الغسل من الجنابة فقال تبل الشعر وتغسل البشرة قال فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل قال كان يصب على رأسه ثلاثا قال إن رأس كثير الشعر قال كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رأسك وأطيبه حسن يحيى بن حمد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بايعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على أن لا نفر حسن يحيى بن حمد حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيسين عن نبيحن العنزي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ بضعة عشر ومئتان فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من ماء فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء قال فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم انصر فوترك القدح فركب الناس القدح يمسح ويمسح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله ثم قال أسبحوا الوضوء فوالذي هو أبطلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تخرجوا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا أجمعون حثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جبري بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مهلين بالحج معنا النساء والودان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفى والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قلنا أي الحل قال الحل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفى والمروة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة فجاء سراقة بن مالك بن جعشمين فقال فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال أبو النضر في حديثه فسمعت من سمع من أبي الزبير يقول قال أعمل فكل ميسر قال حسن قال زهير فسألت يا سين ما قال قال ثم لم أفهم كلاما تكلما به أبو الزبير فسألت رجلا فقلت كيف قال أبو الزبير في هذا الموضع فقال سمعته يقول أعملوا فكل ميسر حسن يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غولة حسن يحيى بن آدم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال يحيى في حديثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحدة ولا يأكل بشماله ولا يحتب بالثوب الواحد ولا يتحف الصماء حسن يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيدي بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما جعل منبر حنت حنين الناقة إلى ولدها فأتاها فوضع يده عليها فسكانت حسن يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد حسن يحيى حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يحتب بثوب واحد أو يشتمل الصماء حسن يحيى بن آدم حدثنا زهير قال رأيت أشعف بن سوار عند أبي الزبير قائما وهو يقول كيف قال وإيش قال حسن عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المقدم وخيرها المؤخر ثم قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخضبنا أبصار كنا لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر حسن عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبران أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولية يقول إن جابر بن عبد الله الأنصاري برك به بعير قد أزحف به فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما لاك يا جابر فأخبره فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البعير ثم قال اركب يا جابر فقال يا رسول الله إنه لا يقوم فقال له اركب فركب جابر البعير ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير برجله فوثب البعير وثبتا لولا أن جابراً تعلق بالبعير لا سقط من فوقه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر تقدم يا جابر الآن على أهلك إن شاء الله تعالى تجدهم قد يسروا لك لك كذا وكذا حتى ذكر الفرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشحيطان حسنا يحيى ابن آدم حدثنا سفيان عن الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن حسنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليكم اموالكم ولا تعطوها احدا فمن اعمر شيئا فهو له حسنا عبد الرزاق وروح قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر قال نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدانة عن سبعة والبقرة عن سبعة حسنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبران ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر حسنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيسين عن عبد الرحمن ابن عطاء انه سمع ابن جابر يحدثان عن ابيه ما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له فقال وعدتهم يقلدون هديا اليوم فناسيت حسنا عبد الرزاق اخبران ابن جريج اخبران ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر من كان قد نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا والي ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الرزاق اخبران معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمني عن جابري ابن عبد الله قال انما العمر التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها حسنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن جابري ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتزوجت فقلت نعم فقال ابكرا ام يبا فقلت لا بل ثيبا لاخوات وعمات فكرهت ان اضم اليهن خرقاء مثلهن قال افلا بكرا تلاعبها قال لكم انماط قلت يا رسول الله وانا فقال خف اما انها ستكون لكم انماط فانا اليوم اقول لامرأتي نحي عني انماطك فتقول نعم الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم انماط فاتركها حان عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اعتقى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما له ليس له مال غيره على دبر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبتعه مني فقال نعيم ابن عبد الله انا ابتعه فابتعه فقال عمرو قال جابر غلام قبطي ومات عام الاول زاد فيها ابو الزبير يقال له يعقوب حدنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء وقال روح في حديثه قال وقال لي عطاء سمعت جابر ابن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبصر والزبيب والتمرنا بهذا حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل ابن معقل سمعت وهب ابن منبه يحدث عن جابر ابن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان حدثنا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان وابو نعيمين حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به قال ابو الزبير ورأيت انا جابرا يصلي في ثوب واحد متوشحا به قال ابو نعيمين في حديثه ورأيت جابرا يصلي ولم يسمي ابا الزبير حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان وابو نعيمين قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابري ابن عبد الله قال جاء ابو حميد الانصاري بإناء من لباء نهارا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا حدثنا عقيل بن معقل هو ابو ابراهيم ابن عقيل قال ذهبت الى ابراهيم ابن عقيل وكان عسرا لا يوصل اليه فاقمت على بابه باليمن يوما او يومين حتى وصلت اليه فحدثني بحديثين وكان عنده احاديث وهب عن جابر فلم اقدر ان اسمعها من عسره ولم يحدثنا بها اسماعيل ابن عبد الكريم لانه كان حيا فلم اسمعها من احد اخرى حثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن منصور عن سالم بن ابي الجعدي عن جابري بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف حتى يرى بياض ابطيه حثنا عبد الرزاق اخبران معمر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابري بن عبد الله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة عدثنا عبد الرزاق اخبران ابن جريج اخبران عمر بن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال عباس اجعل ازارك على رقبتك من الحجارة ففعل فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم قام فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره حثنا عبد الرزاق اخبران ابن جريج اخبران ابو الزبري انه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وانوالهم الا بحقها وحسابهم على الله حثنا عبد الرزاق اخبران ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج اخبران ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يستنيد الى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له من بره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها اهل المسجد حتى نزل اليها فاعتنقها فسكنت وقال روح فسكتت وقال ابن بكر فاضطربت تلك السارية وقال روح اضطربت كحنين حثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سليمان ابن موسى اخبرنا جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده ولكن ليقل افسحوا حنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني سليمان ابن موسى قال اخبرني جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا حثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبيري انه سمع جابر ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبضا فكفنا في كفاء غير طائل وقبر الليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن كفناه حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى سئل جابر عن الكفني فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا قبضا وكفنا في كفاء غير طائل فذكر مثله حان عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت قال فاخبرني ابو الزبير ايضا انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لجنازة اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقعد على القبر وان يقصص او يبنى عليه حثنا محمد بن باكر حدثنا ابن جريج قال قال سليمان ابن موسى قال قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقعد الرجل على القبر وان يجصص او يبنى عليه حثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشه لما فصف قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر فذكر الحديث وقال اسم النجاشي اصحمة حثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبران ابو الزبيري انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلم لبني النجار فسامع اصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فازعا فامر اصحابه ان تعوذوا من عذاب القبر قل اخبرني ايضا انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعدي ابن معاذ موضوعة بين ايديهم اهتزة لها عرش الرحمني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الحميد ابن جبير انه اخبره محمد بن عبدي بن جعفر انه سمع جابرا ابن عبد الله الانصاري وهو يطوف بالبيت اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سيام يوم الجمعة قال نعم وربي هذا البيت حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المرأة برأسها شيئا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ابن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصل وهو على راحللته النوافلة في كل جهة ولكنه يخفض السجود من الركعة ويومي واماء حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمني عن جابري ابن عبد الله قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا اولى بكل مؤمئ من نفسه فايما رجل مات فوترك دينا فالي ومن ترك مالا فهو لورثته حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمني عن جابري ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصل على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل هل عليه دين قالوا نعم دينا راني قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادته هما علي يا رسول الله فصل عليه فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمئ من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان ابن خثيمين عن ابي الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالحجر قال لا تسألوا الايات وقد سألها قوم صالح فكانت تردوا من هذا الفج وتصدروا من هذا الفج فعتوا عن امر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبناها يوما فعقروها فاخذتهم صيحة اهمد الله عز وجل من تحت اديم السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال هو ابو رغال فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال انا ابن جريج اخبران ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة اربعين الف وصق وزعما ان اليهود لما خيرهم ابن رواحة اخذوا الثمر وعليهم عشرون الف وصق حثنا عبد الرزاق انباءنا محمد ابن مسلمين عن عمري ابن دينار عن جابري ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة فيما دون خمس اواق ولا فيما دون خمسة اوسوق ولا فيما دون خمسة ذود حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال انا ابن جريج اخبرنا عطاء عن جابري ابن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين قال ابن بكر فتختها حثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابري ابن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسمى في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن اسماعيل ابن امية اخبرني عبد الله ابن عبيد ابن عمير ان عبد الرحمن ابن عبيد الله او عبد الله قال ابو عبد الرحمن انا اشك اخبره قال سألت جابر ابن عبد الله عن الضبوع فقال حلال فقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا عبد الله حدثني ابي ويحيى ابن معي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير المكية عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر حدثنا عبد الرزاق ومحمد ابن بكر قال حدثنا ابن جريج وقال سليمان ابن موسى قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبران ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ولم يرفعه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جابر ان قتلى احد حمل من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ردوا القتلى الى مضاجعها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جابر ابن عبد الله قال انطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فاتيته كأني شرارة قال عبد الله قال يحيى ابن معي ان قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب فقلت لا ولا حرفا قال سمعت سفيان بن واكعا قال سمعت ابي وذكر عبد الرزاق فقال يشبه رجال اهل العراق حدثنا عبد الله قال وسمعت ابي يقول وما كان في قرية عبد الرزاق بئر فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضى ونحمل معنا الماء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وثنى لوح وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد ابي بشر عن طلحة قال عبد الوهاب الاسكفو انه سمع جابر ابن عبد الله يحدث ان سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين قال محمد في حديثه ثم اقبل على الناس فقال اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين ان يتجوز فيهما حتى محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة لأهلها او مراث لأهلها حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ان محمد حدث ان ذكوان ابا صالح حدث عن ابي سعيد الخدير وجابر ابن عبد الله وابي هريرة انهم نهوا عن الصرف ورفعه رجلان منهم حثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عطاء ابن ابي رباح يحدث عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمر جائزة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمر جائزة حثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث غير مرة عن محاربي ابن دفار قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول تزوجت ثيبا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ملاك وللعذار ولعابها حثنا حجاج عن ابن جريج اخبران ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلقيت قلت لابي الزبير اذا استلقيت قلت لابي الزبير اخبران الحرب خدعة حثنا حجاج وروح عن ابن جريج اخبران ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتبيان في ازار واحد ولا تأكل بشي مالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع احدى رجليك على الاخرى اذا استلقيت قلت لابي الزبير اوضعه رجله على الركبة مستلقيا قال نعم قال اما الصماء فهي احدى اللبستين تجعل داخلة ازارك وخارجته على احدى عاتقيك قلت لابي الزبير فانهم يقولون لا يحتبي في ازار واحد مفضيا قال كذلك سمعت جابرا يقول لا يحتبي في ازار واحد قال حجاج عن ابن جريج قال عمرون لمفضيا حان عبد الوهاب حدثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرينة ان ذكوان ابا صالح واثنى عليه خيرا يحدث عن جابري بن عبد الله وابي سعيد وابي هريرة انهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابري بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام اصحابهم وجاء اولئك حتى قاموا ما قام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن سلم بن ابي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن اصحاب الشجرة قال فقال لو كنا مئة الف لا كفانا كنا الفا وخمسمائة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن ابي نظرة قال حجاج في حديثه سمعت ابا نظرة قال فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سلم بن ابي الجعد قال حجاج في حديثه قال سمعت سالما عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رجلا من الانصار ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال احسنت الانصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكن يتي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستحدى المغيبة وتمتشط الشعثة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت فعليك الكيس والكيس حنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فقلت انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا قال محمد كأنه كره قوله انا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج اخبرنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وجع لا اعقل قال فتوضأ ثم صب علي او قال صب علي فعقلت فقلت انه لا يرثني الا كلالة فكيف الميراث قال فنزلت اية الفرض حنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله قال لما قتل ابي قال جعت اكشف الثوب عن وجهه قال فجعل القوم ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينهاني قال فجعلت عمتي فاطمة بنت عمر تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبكين او لا تبكين ما زالت الملائكة تظله باجنحتهم حتى رفعتموه قال حجاج في حديثه تظلله حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه ثلاثا قال شعبة اظنه في الغسل من الجنابة فقال رجل من بني هاشمين ان شعري كثير فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب حثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دمين يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محاربي ابن دثار سمعت جابر ابن عبد الله الانصاري قال اقبل رجل من الانصار ومعه نادحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي المغرب فدخل معه الصلاة فاستفتح معاذ البقرة او النساء محارب الذي يشكف لما رأى الرجل ذلك صلى ثم خرج قال فبلغه ان معاذ نال منه قال حجاج ينال منه قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ او فاتن 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 وقال حجاج افاطن 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 فلولا قرأت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها فصل وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف احسب محاربا الذي يشك في الضعيف حان محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محاربي بن دثار سمعت جابر بن عبد الله وحدثنا عفان حدثنا شعبة قال محارب بن دثار اخبرني انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يأتي اهله طروق او قال كان يكره ان يأتي الرجل اهله طروقا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر ابن عبد الله قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا له في سفر فلما اتينا المدينة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي المسجد فصل ركعتين ثم وزن لي قال شعبة او امر فوزن لي فارجح لي فما زال عندي منها شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحارة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة الانصاري عن محمد بن عمري بن الحسن بن علي عن جبري بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو النضري يعني هاشما في سفر قال يزيد يعني ابن هارون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأ رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه قالوا هذا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم ليلا فلا يأتين احدكم اهله طروقا فقال جابر فوالله لقد طرقناهن بعد حتنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثني عامر عن جبري بن عبد الله قال كنت اسير على جمل لي فاعيا فاردت ان اسيبه قال فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه برجله ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله وقال بعنيه بوقية فكرهت ان ابيعه قال بعنيه فبعته منه اشترت حملانه الى اهلي فلما قدمنا اتيته الجمل فقال ظننت حينما كستك ان اذهب بالجملك خذ جملك وثمنه هما لك حدثنا ابو نعيمين حدثنا زكريا سمعت الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله انه كان يسير على جمهل وذكر معناه وقال فاستثنيت حملانه الى اهلي حتنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حميد حى وروح قال حدثنا سفيان الثوري عن حميدي بن قيس الاعرج عن محمد بن ابراهيم عن جبير بن عبد الله ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء فابى فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا حتنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الاخنس عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس او استلقى احدكم فلا يضع رجليه احداهما على الاخرى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني عطاء عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الرطب والبصر والتمر والزبيب حدثنا وكيع اخبرنا ابن ابي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابري بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحللته نحو المشرق في غزوة انمار حدثنا وكيع عن حمد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا حدثنا وكيع عن سفيانا عن محاربي بن دثار عن جابر ان معاذا صلى باصحابه فقرأ البقرة في الفجر قال ابن مهدي المغرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افتانا افتانا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن ابي الزبير عن جابري بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن شرحبي لابن سعد عن جابري بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصف قال واحدة ولا ان تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدقة حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي صفيانا عن جابر قال صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس على جفع نخلة فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده فوجدناه يصلي فصلينا بصلاته ونحن قيام فلما صل قال انما جعل الامام ليؤتم به فان صل قائما فصلوا قياما وان صل جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوم وهو جالس كما يفعل اهل فارس بعظمائها حثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الى جفع نخلة قال فقالت امرأة من الانصار كان لها غلام نجار يا رسول الله ان لغلام نجارا فامره ان يتخذ لك منبرا تخطب عليه قال بل قال فاتخذ له منبرا قال فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبار قال فان الجذع الذي كان يقوم عليه كما يأن الصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا بك لما فقد من الذكر حثنا وكيع حدثنا ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن منكم ان لا يستيقظ اخره فليوتر اوله ومن ظن منكم انه يستيقظ اخره فليوتر اخره فان صلاة اخر الليل محضورة وهي افضل حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا الا شاركوكم في الاجل حبسهم المرض حدثنا حدثنا وكيع عن سفيان حاء وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عاصموا مني بها دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر حانا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قالوا يا رسول الله اي الجهاد افضل قال من عقر جواده واغري قدمه حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن جابر قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعما فقالوا يا رسول الله انها هنا كدية من الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوها بالماء فرشوها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ المعول او المسحات ثم قال باسم الله فضرب ثلاثا فصارت كثيبا يهال قال جابر فحانت من اتفاتة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا حسنا وكيع حدثنا حسن عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر حسنا حسنا وكيع حدثنا شعبة عن محاربي بن دثار عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا او بقرة وقال مرة نحرت جزورا او بقرة حسنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة ابني كهيل عن من سمع قال عبد الرحمن حدثني من سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع حسنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي زبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبرة حسنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد وصفيان عن سلمة ابني كهيل عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبرة قابد الله حدثنا علي بن حكيمين الاودي وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن سلمة ابني كهيل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبرة حسنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع في وادي محسر حسنا وكيع حدثنا حسنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأخذ امة مناسكها ورم بمثل حصى الخذف حسنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الخندق اصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من اجوع حسنا وكيع حدثنا سفيان حا وعبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها او يلعقها فانه لا يدري في اي طعامه البركة حسنا وكيع حدثنا سفيان حا وعبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوحيد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية تحدثنا عبد الرحمن اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مثله حسنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سقطت لقمة احدكم فليمطما بها من الاذا وليأكلها ولا يدعها للشحيطان حسنا وكيع عن المثنى ابن سعيد عن ابي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا حسنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال لما تزوجت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم انماط قال قلت ان لنا انماط قال اما انها ستكون وانا اقول لامرأة نحي عني نمطاك فتقول اوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون حسنا وكيع حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعدي عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم اقسم بينكم حسنا وكيع عن فتر عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلقوا ابوابكم وخمروا آنيتكم واطفئوا سرجكم فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء انوى لا يحلوك انوى ان الفويسقة تضرم البيت على اهله يعني الفئرة حنا وكيع حدثنا عزرة ابن ثابت عن ابي الزبير عن جابر قال حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليكم اموالكم ولا تعمروها فمن اعمر عمره فهي سبيل الميراث حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاة فقال يا رسول الله انك نهيت عن الرقاة واني ارقي من العقرب فقال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا ان يخوناهم او يتميس عثراتهم حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الجهاد افضل قال من عقر جواده واغري قدمه قال وسئل اي الصلاة افضل قال طول القنوتي حثنا وكيع عن شعبة عن محاربي ابن دثار عن جابري ابن عبد الله قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي ثمناه وارجح لي قال فقال لي هل صليت صلي ركعتين حنا وكيع حدثنا مسعر عن محاربي ابن دثار عن جابري ابن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مدين فقضاني وزادني حثنا وكيع عن سفيانا عن الاسود ابن قيس عن نبيح عن جابر قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشون امامه اذا خرج ويدعون ظهره للملائكة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حاء واسحاق بن يوسف الازرق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا جابر اتزوجت فقال قلت نعم قال بكرا او ثيبا قال قلت ثيبا قال الا بكرا تلاعبها قال قلت يا رسول الله كن لي اخوات فخشية ان تدخل بيني وبينهن فقالا ان المرأة تنكحول دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يدك حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج فامرنا ان نجعلها عمرة فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغه ذلك فقال يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي الذي معي لفعت مثل ما تفعلون ففعلنا حتى وطئنا النصاء ما يفعل الحلال حتى اذا كان عشية التروية او اليوم التروية جعلنا مكة بظهر ولبينا بالحج حدثنا اسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما محرمين بالحج فذكر مثله وقال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج حثنا يحيى بن سعيد عن جريد ابن حازمين قال سمعت عطاء قال حدثنا جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والبصر والزبيب والتمر ان ينبذى حثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني عبيد الله ابن مقسمين عن جابر ابن عبد الله ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة حثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع او عجز عنها فليمنحها اخاه ولا يؤاجرها حثنا يحيى عن هشامين عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر لمن وهبت له وحدثناه ابو داود عن سفيانا نحوه حثنا يحيى عن سفيانا عن منصور عن سالم ابن ابي الجعدي عن جابر ابن عبد الله قالا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن الاوعية فقالت الانصار فلابد لنا قال فلا اذا حثنا وكيع عن سفيانا عن الاسود ابن قيس عن نبيح عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استعينه في داين كان على ابي قال فقال اتيكم قال فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه قال فأتنا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابرك انكم عرفتم حبنا اللحم قال فلما خرج قالت له المرأة صلي علي وعلى زوجي او صلي علينا قال فقال اللهم صلي عليهم قال فقلت لها اليس قد نهيتك قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا حفنا وكيع عن سفيانا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال حدث الظهر كسمها والعصر بيضاء حية والمغرب كسمها وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي منازلنا وهي على قدر ميل فنرى مواقع النبل وكان يعجل العشاء ويؤخر والفجر كسمها وكان يغلس بها حفناه شيم اخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر قال حدثني جابر يعني ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات يؤوياهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قال قيل يا رسول الله فان كانت اثنتين قال وان كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم ان لو قالوا له واحدة لقال واحدة حفناه شيم اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما رجعنا فذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحدى المغيبة حدثناه شيم عن حسين عن سالم ابن ابي الجعدي عن جابر ابن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاصم فقلنا لا نكنيك به حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فقال تسموا باسم ولا تكتنوا بكنيتي فانما بعثت قاصما بينكم حفناه شيم اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن سالم ابن ابي الجعدي عن جابري ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاعي ويتوضأ بالمد حفناه شيم اخبرنا سيار عن ابيه بيرة عن جابري ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى اقدم المدينة فلما قدمت اتيته بالبعير فدفعته اليه وامرى لي بالثمن ثم انصرفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني قال قلت قد بد له قال فلما اتيته دفع الي البعير وقال هو لك فمررت برجل من اليهود فاخبرته قال فجعل يعجب قال اشترى منك البعير ودفع اليك الثمن ووهبه لك قال قلت نعم حثناه شيم قال اخبرنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جبري بن عبد الله قال رمي ابي بن كعب يوم احد بسهمين فاصاب اكحله فامر النبي صلى الله عليه وسلم فكوية على اكحاله حثناه شيم اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا حثناه شيم اخبرنا داود عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة لأهلها والرقب جائزة لأهلها حثناه شيم اخبرنا داود ابن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار حثناه شيم اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال لكنا مع ابي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر فنفد زادنا فمررنا بحوت قضى فهو البحر فاردنا ان نأكل منه فمنعنا ابو عبيدة ثم انه قال بعد ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كل قال فأكالنا منه اياما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به الينا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت سليمان سمعت ابا سفيان قال سمعت جابرا فذكر الحديث الا انه قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حدثناه شيء اخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدري عن جابر ان سراقة ابن مالك قال يا رسول الله فيما العمل افي شيء قد فرغ منه اوي في شيء نستأنفه فقال بل في شيء قد فرغ منه قال ففيما العمل اذا قال اعمل فكل ميسر لما خلق له حثناه شيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا حثناه شيم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عد مريضا لم يزال يخوض في الرحمة حتى يجلس فاذا جلس اغتمس فيها حثناه شيم عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل حثناه شيم عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدري عن جابر قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر خبزا ورحما فصلوا ولم يتوضأوا حثناه شيم عن ابي الزبير عن جابر قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومواكله وشاهليه وكاتبه حثناه شيم اخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطيته خمسا لم يعطهن احد قبلي بعثت الى الاحمر والاسود وكان النبي انما يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب من مسيرة شهر وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته حثناه شيم اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها حدثنا حدثنا بشرو بن المفضل عن داود عن ابي الزبير عن جابري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلمين غسل في سبعة ايامين كل جمعة حسن اسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن ابي الزبير عن جابري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبذ له في سقاء فاذا لم يكن له سقاء ان بذاله في تور من برامين قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير الجر والمزفة حسن اسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهان عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء حسن اسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها أو يعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها حسن اسحاق حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر لمن وهبت له حسن حسن عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فله منها يعني أجرا وما أكلت العواف منها فهو له صدقة حسن اسماعيل يعني ابن علية أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمني عن جابري بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحل التي نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة حسن اسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي عن جابري أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهمين فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال على ذوي رحمه وإن كان فضلا فها هنا وها هنا حثنا محمد بن فضيل حدثنا الأجلاح عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس فلم يصلي حتى أتسرف وهي تسعة أميال من مكة حدثنا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصلوات الخمس المكتوبات كمثل نهرنجار بباب أحدكم يغتسلوا منه كل يومين خمس مرات حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب حدثنا محمد بن سلمة عن هشمين عن الحسن عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتم في الخصب فأمكنوا أركب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا وعليكم بالدجي فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولت لكم الغلان فنادوا بالآذان وإياكم والصلاة على جواد الطريق والنزول فإنها ماء والحياة والسباع وقضاء الحاجة فإنها الملاعن حسن عبد الوهاب الثقافي عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال جعفر قال أبي وقضى به علي بالعراق قال أبو عبد الرحمن كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال ولم يوافق أحد الثقافي على جابر فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه هو صحة حسن عبد الوهاب الثقافي حدثنا حبيب يعني المعلمة عن عطاء حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهلته بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منا وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لو أني أستقبل من أمري ما أستدبر ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحلة وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بالحج فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة ابن مالك ابن جعشمين لقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقابة وهو يرميها فقالا ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد حثن أبو قطأ وروح قال حدثنا هشام قال روح أبن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جبري حدث عن أبو عن طبعي من طبعي عن طبعي من طبعي منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي يومئذ حية حسنا محمد بن أبي عادي عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبر قال فحن الجذع قال جابر حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمساحه فسكان فقال بعضهم لو لم يأته لحن أبدا إلى يوم القيامة أدثنا محمد بن أبي عادي عن محمد بن إسحاق حا ويزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق المعنى عن محمد بن إبراهيم عن عطائي بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن لها عز وجل يبث في ليله من خلقه ما شاء وأجيف الأبواب واذكروا أسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه وأوكئ الأسقية وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية قال يزيد وأوكئوا القرب حثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فوعيك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني فأبى ثم أتاه فأبى فقال أقلني فأبى فسأل عنه فقالوا خرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها حنا محمد بن أبي عادي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن محمد بن لبيد عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولدي فاحتسبهم دخل الجنة قال قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قال محمد فقلت لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد قال وأنا والله أظن ذاك حسن عبد الرحمن عن مالك عن وهبي بن كيسان عن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صرية ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فنفد زادنا فجمع أبو عبيدة زادهم فجعله في مزود فكان يقيتنا حتى كان يصيبنا كل يومين تمرة فقال له رجل يا أبا عبد الله وما كانت تغني عنكم تمرة قال قد وجدنا فقدها حين ذهبت حتى أنتهينا إلى الساحلي فإذا حوت مثل الضريب العظيم قال فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أخذ أبو عبيدة طلعين من أضلاعه فنصبهما ثم أمر براحللته فرحللت فمرت تحتهما فلم يصبها شيء حتى الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي أنه سمع يحيح وواكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيح بن أبي كثير المعنى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر قال يحيح فقلت لأبي سلمة أو اقرأ فقال سألت جابرا أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت قال الوليد في حديثه فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني وجفة شديدة وقال وقال في حديثه ما فأتيت خديجة فقلت دثروني فادثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزر وربك فكبر وثيابك فطهر حدثنا عفان أخبرنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فذكر الحديث إلا أنه قال فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فذكر أيضا قال فنظرت فوقي فإذا هو قاعد على عرش بين السماء والأرض فاجثت منه فأتيت منزل خديجة فقلت دثروني فذكر الحديث حثنا سفيان بن عوينة عن أبي الزبير سمعه من جابر كان ينطبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يكن سقاء فتور من حجارة حثنا سفيان بن عوينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أعرفه ناضحك حثنا سفيان بن عوينة حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبدا دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض حثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه حدثنا سفيان بن عوينة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت كأن عنقي ضربت قال لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان حثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا حثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمعت جابر يقول جاء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن فجعت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاني قومي فسامع باكية وقال مرة صوت صائحة قال فقال من هذا فقالوا أبنة عمر أو أخت عمر قال فلما تبكين أو قال أتبكين فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت حثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فأسماه القاصم فقلنا لا نكنيك أباء القاصم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن حثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانبتدب الزبير ثم ندب الناس فانبتدب الزبير ثم ندب الناس فانبتدب الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير قال سفيان سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد حثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مريدت فأتني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولأخوات قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كان ليس له ولد وله أخوات إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت حثنا سفيان سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر وكأني سمعته مرة يقول أخبرني من سمع جابرا وظننته سمعه من ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وأن أبا بكر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم فبايعه على الهجرة فلم يلبث أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني فقال لا أقلك ثم أتاه فقال أقلني فقال لا أقلك ثم أتاه فقال أقلني فقال لفافر فقال المدينة كالكيري تنفي خبثها وتنسع طيبها حتى سفيان قال سمع ابن المنكدر جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال فلما جاء مال البحرين بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني قال فجئت قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فخذ قال فأخذت قال بعض من سمعه فوجدتها خمسة مائة فأخذت ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ أدوأ من البخل ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك حسنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول من صام رمضان وستا من شوال فكأن ما صام السنة كلها حدثناه الحسن أخبرنا ابن لهيعة تحدثنا عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه حسنا سفيان عن الأسود عن نبيح عن جابر نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطرق النساء ثم طرقناهن بعد حسنا سفيان عن الأسود عن نبيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يرد إلى مصاريعهم حسنا سفيان قال عمرو سمعت جابرا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت قلت نعم قال أبكرا أم يبا قلت ثيبا قال فهل أبكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك سبع بنات وكلهت أن أجمع إليهم خرقاء مثلهن ولكن أمرأة تمشتهن وتقيام عليهن قال أصبت حسنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصل معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصل فقيل نافقت يا فلان قال منا فقت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله إنما نحن أصحابنا واضحة ونعمل بأيدينا وإنه جاء يا أمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا وكذا قال أبو الزبير بسبح أسمى ربك الأعلى والليل إذا يغش فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره حثنى سفيان قال سمع عمر جابر ابن عبد الله وقال مرة عمر سمعه من جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة حثنى سفيان عن عمر سمع جابر دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صل ركعتين حثنى سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها فقال نعم حثنى سفيان عن عمر سمع جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات التعام الأول في أمرة ابن الزبير دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره حثنى سفيان عن عمر وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله عز وجل من النار قوما فيدخلهم الجنة حثنى سفيان عن عمر سمعت جابرا قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض حثنى سفيان عن عمر سمعت جابرا يقول قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كنا في يده فقاتل حتى قتل وقال غير عمر وتخلى من طعام الدنيا حدثنا سفيان سمع عمر نجابرا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على السحل حتى فني زادنا حتى أكالنا الخبط ثم إن البحر القدبة يقال لها العنبر فأكالنا منه نصف شهر حتى صلاحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته وكان رجل يجزر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر فناهاه أبو عبيدة حثنا سفيان عن عمر نسمع جابرا ابن عبد الله لما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أوي من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهوا وأيسر حدثنا سفيان عن عمر وذكروا الرجل يهل بعمرة فيحلها له أن يأتي قبلا أن يطوف بالصفى والمروة فسألت جابر ابن عبد الله فقال لحتى يطوف بين الصفى والمروة وسألت أبن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصل خلف المقام ركعتين وسع بين الصفى والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حثنا سفيان عن عمر وعن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن عمر وعن عطاء عن جابر كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق مكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح حثنا سفيان عن عمر وابن المنكدير سمع جابرا يزيد أحدهما على الآخر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت لمن هذا فقيل العمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبك عمر وقال مرة أخرى فأخبر بها عمر فقال يا رسول الله وعليك يغار قال سفيان سمعته مني أبن المنكدير وعمر سمع جابرا حدثنا عبد الله قال وجدت هذه الأحاديثة في كتاب أبي بي خط يده إلى آخر حديث الحكمي بن موسى حانى محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبيري أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال ملاك تبكين قالت أبكي أن الناس أحلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطوفوا هذا الحج قد حضر قالا إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج وحجي قالت ففعت ذلك فلما طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفى والمروة ثم قد أحللت من حجك ومن عمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن تفتحت حججت قال فاذهب بيها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم قال عبد الله وجدت في كتاب أبي حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد عن جبري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى تتتير قال أول الليل بعد العتمة قال فأنت يا عمر قال آخر الليل قال أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة قال وجدت في كتاب أبي حدثنا الحكم بن موسى وسمعته أنا من الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عن جبري بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تليج على المغيابات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال عبد الله وجدت في كتاب أبي أخبرنا الحكم بن موسى قال عبد الله وحدثناه الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطائي بن أبي رباح عن جبري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع قال عبد الله إلها هنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماعون حدثنا زياد بن عبد الله البكاء يحدثنا الحجاج بن أرطاطا عن أبي الزبيري عن جبري بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قومين كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحقوا به بالثمن حثن نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبيري عن جبري بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يطرق الرجل أهله ليلا حثن نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبيري عن جبري بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر لو قد جاءنا مال لا حثيت لك ثم حثيت لك قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا أن ينجز لي تلك العدد فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فحدثته فقال أبو بكر ونحن لو قد جاءنا شيء لا حثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال فأتاه مال فحث لي حثية ثم حثية ثم قال ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول قال فوزنتها فكانت الفا وخمسة مئة حان نصر بن باب عن حجاج عن عطاء عن جبري بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بغير أذاء ولا إقامة ثم خطبنا ثم نزل فمشى إلى النساء ومعه بلال ليس معه غيره فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي تومتها وخاتمها إلى بلال حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن الله ذيالي بن حرم لتقال سألت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما كم كنتم يوم الشجرة قالا كنا الفا واربعمائة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله الانصاري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد حدثنا عبد الله قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول نصر بن باب كذاب فقال أستغفر الله كذاب إنما عاب عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فلا ينكر أن يكون سمع منه حان روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمر بن دينار سمعت جابرا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم حجارة الكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه يا أبنى أخي لو حلت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا حدثنا مصعب بن صلى من سمعته من أبي مرتين حدثنا الأجلح عن الله الزيالي بن حرملة عن جابري بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بن النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى آتى الحائط فدعى البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى ببرك بين يديه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه قال ثم اتفت إلى الناس قال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أن رسول الله إلا عاصي الجن والإنسق حدثنا مصعب بن صلى من حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمضا لها وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يرفع صوته وتحمر وجنته ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش قال ثم يقول أتتكم الساعة بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم الساعة ومستكم من ترك مالا فلي أهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي والضياع يعني ولده المسكين حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وسمعته في موضع آخر حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري حدثني سينان بن أبي سيناء الدؤالي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل النجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة يوما في وعد كثير العضاه فنازل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونازل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل تحت شجرة فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا بها نومة ثم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فأتيناه فإذا عنده عرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أخطرت سيفه وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال من يمنعك مني فقلت الله فشام السيف وجلسه فلم يعقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك حسنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فجوعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكالنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فكان الراكب يمر تحته حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر نحو من خبر عمر هذا وزاد فيه قال وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة فنمضغها ونشرب عليها الماء حتى الليل الليل ثم نفد ما في الجراب فكنا نجتني الخبط بقسينا فجوعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا ميتا فقال أبو عبيدة غزاة وجياع فكل فأكالنا فكان أبو عبيدة ينسب الضلع من أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه فأكالنا منه ودهنا حتى صلاحت أجسامنا وحسنت سحناتنا فقالا فلما قدمنا المدينة قال جابر فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رزق أخرجه الله لكم فإن كان معكم منه شيء فأطعموناه قال فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه حثنا هاشم بن القاسم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال قلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يوما إلى الليل قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فروف علنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة يدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة قال حسن بن موسى ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هاشم هاشم في حديثه قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا وأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغتريف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثوري أو كقدر الثوري قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم أرحل أعظم بعير معنا قال حسن ثم أرحل أعظم بعير كان معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقالا هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم فهل معاكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منه فأكله حدنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذه وإن كره تركه حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبدا دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليكم أموالكم فلا تفسدوها فإنه من أعمر عمر فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسل فوشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحاله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية حدثنا هاشم حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به فقال بعض القوم لأبي الزبير حدثنا المكتوبة قال المكتوبة وغير المكتوبة حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويغمئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرستك فإنه لم يمنعني إلا أني كنت أصلي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لجارية وهي خادمنا وسيستنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل قال إلعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا قال ليصلي من شاء منكم في رحله حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من أضأني حسن حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيارتا ولا عدوى ولا غولى حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب حسن حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا حسنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البصر ومن كذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها حسنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة سمع محمد بن عبادي بن جعفر سألت جابر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت فقيل لسفيان وهو يطوف بالبيت قال نعم حسنا ابن إدريسة أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الأولى يوما نحر ضحا ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس حسنا ابن إدريسة عن الأعمشي عن أبي صفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل لها فيها خيرا إلا آتاه إياه وذلك في كل ليلة حسنا ابن إدريسة عن حسين عن سالم ابن أبي الجعدي عن جابر قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها حسنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا هشام حا وعبد الصمد حدثنا هشام حا وكثير ابن هشامين حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي ومن تكن بكنيتي فلا يتسمى باسمي حسنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العراية حسنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قالت وأفي عبد الله بن عمر بن حرامين يعني أباه أو أستشهد وعليه دين فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة وأصنافه ثم أبعث إلي قال ففعت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أوي في وسطه ثم قال كل القوم قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم وبقيت تمرك أنه لم ينقص منه شيء حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبراني أبو الزبير أنه سمع جابر وابن الزبير يعني أنه رمى الجمرة بمثل حص الخذف حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبراني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حص الخذف حتنا يحيى بن سعيد عن هشامي بن عروة أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة له بها أجر وما أكلت منه العافية فله به أجر أدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سالمين عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال إن لي خادما تصنى وقال مرة تسنو على ناضح لي وإني كنت أعزل عنها وأصيب منها فجاءت بولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة أحدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سالمين عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية فإني جعلت قاسما أقسم بينكم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أي يومين أعظم حرمة قالوا يومنا هذا قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا شهرنا هذا قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قالا فإن دماءكم وأنوالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير في حديثه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ماء فقال رجل ألا أسقيك نبيذا قال بل قال فخرج الرجل يسعى قال فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا قال ثم شرب حثنا أبو معاوية ويعلو واكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوتي حثنا أبو معاوية تحدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذاء ولا إقامة قال ثم خطب الرجال وهو متوكئ على قوس قال ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة قال فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلي إلى بلال قال ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها حثنا أبن نمير حدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ورامينا عنهم حثنا أبو معاوية تحدثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل السنتين والثلاثة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة حثنا أبو معاوية تحدثنا بعض أصحابنا عن الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. حثنا ابو معاوية تحدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحوارية من امتي. حثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال هشام وحدثت به وهب بن كيسان فقال اشهد على جابري بن عبد الله لحدثني قال اشتد الامر يوم الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يأتنا بخبر بني قريضة فانطلق الزبير فجاء بخبرهم ثم اشتد الامر ايضا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وابن الزبير حواريا. حدثنا ابو معاوية وحدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعدي عن جابري بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنونا من المدينة قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس فاذن لي في ان اتعجل الى اهلي قال فتزوجت قال قلت نعم قال بكرا اميبا قال قلت ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال قلت ان عبد الله هلك وترك علي جواريا فكرهت ان اضم اليهن مثلهن فقال لا تأتي اهلك طروقا قال وكنت على جمل فاعتل قال فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في اخر الناس قال فقال ملاكا يا جابر قال قلت اعتل بعيري قال فاخذ بذنا به ثم زجره قال فما زلت انما انا في اول الناس يهمني رأسه رأسه فلما دنونا من المدينة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الجمل قلت هو ذا قال فبعنيه قلت لا بل هو لاكا قال بعنيه قال قلت هو لاكا قال لا قد اخذته باوقية اركبه فاذا قدمت فأتن به قالا فلما قدمت المدينة جئت به فقال يا بلالز له وقية وزده قيراطا قال قلت هذا قيراط زادا يهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني ابدا حتى اموت قال فجعته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحرة فاخذوه فيما اخذوا حثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناه منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ويجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله قال فيدنيه منه او قال فيتزمه ويقول نعم انت قال ابو معاوية مرة فيدنيه منه حثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فهبت ريح شديدة فقال هذه لموت منافق قال فلما قدمنا المدينة اذا هو قد مات منافق عظيم من عظماء المنافقين حثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي ابن كعب طبيبا فقطع له عرقا ثم كواه عليه حثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج حثنا ابو معاوية ومحمد بن عبيد قال حثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشي منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش حا وابن نمير عن الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن الرق قال ابن نمير في حديثه فأتاه خالي وكان يرقي من العقرب قال فجاء آل عمر بن حزمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإن كان هيت عن الرق قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقالا يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدث النبيه الناس حثنا أبو معاوية ووكع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب حثنا أبو معاوية وابن أبي غنية المعنى قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال ابن أبي غنية دخل على عائشة بصبي يسيل من خراه دما قال أبو معاوية في حديثه وعندها صبي يبعث من خراه دما قال فقال ما لهذا قال فقالوا به العذرة قال فقال على ما تعذبنا أولادكنا إنما يكفي أحداكنا أن تأخذ قصطا هنديا فتحكه بماء سبع مرات ثم توجره إياه قال ابن أبي غنية ثم تسعطاه إياه ففعل فبرأه حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حا وابن نمير عن الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث ألا لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه حرير معقود ثلاث عقد حين يرقد فإن أستيقظ فذكر الله تعالى أن حلت عقدة فإذا قام فتوضأ إن حلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة إن حلت عقده كلها حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما بيها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشحيطان حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها فإنه لا يدري في أي طعمين يبارك له فيه حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل بيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاوما يتوضعون فلم يمس أعقابهم الماء فقال ويل للأعقاب من النار حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال استأذنت الحم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت أمم الدمين قال فأمر بيها إلى أهلق بها فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم أن أدعو لها لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أو تفعل قال نعم قالوا فدعها حثنا أبو معاوية عن الأعمش وابن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال آتا النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت فإن حلالت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وقال ابن نمير في حديثه ولم أزد على ذلك أدخل الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل بيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا قضى أحدكم فذكره حثنا أبو معاوية تحدثنا الحجاج بن أرطاطا عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال سلاءة النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معامل حديبية سبعين بدنة قال فنحر البدنة عن سبعة حدثنا أبو معاوية تحدثنا عاصم الأحوال عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهتز عرش الله لموت سعدي بن معاذ حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون طعامهم جشاء ورشح كرشح المسكي حثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جي أبي أبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا إسماعيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بروحاء وهي من المدينة ثلاثون ميلا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال جاء سليك الغطافاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين ثم ليجلس حان إسماعيل هو أبن علية عن الجريري عن أبي نظرة قال كنا عند جابري بن عبد الله قال يوشك أهل العراق أن لا يجب إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذلك ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجب إليهم دينار ولا مد قلنا من أين ذاك من قبل الروم يمنعون ذاك قال ثم أمسكه نيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمة خليفة يحثو المال حثوا لا يعده عدا قال الجريري فقلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريانه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال لا حدثنا إسماعيل عن الحجاج الصوافي عن أبي الزبير إن شاء الله عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسك عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جر غمر على باب أحدكم يغتسلوا منه كل يومين خمس مرات حثنا إسماعيل أخبرنا أبن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا وجعلوها عمرة فبلغه إننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفتا إلا خمس أمرنا أن نحل فيروح إلى من الناس منا ومذاكيرنا تقطر منيا فخطبانا فقالا قد بلغني الذي قلتم وأني لأتقاكم وأبركم ولولا الهدي لحلت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت حل وجعلوها عمرة قال وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن قال بما أهلت فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهده وامكث حراما كما أنت حسن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأ زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا هذا صائم فقالا ليس البر أن تصوموا في السفر حسن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمان الكلب إلا الكلب المعلم حان يحيى بن سعيد عن أبن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم البدن إلا ثلاث منا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا قال فأكالنا وتزودنا قلت لعطاء حتى جئنا المدينة قال لا حسن يحيى بن سعيد عن أبن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا حسن يحيى عن أبن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفى والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول حسن يحيى بن سعيد عن أبن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحللته بالبيت وبالصفى والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه حسن يحيى بن سعيد عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جبير بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب والبصر والثمر والزبيب حسن يحيى عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه ابراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصل بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا إلا أن رقوعه نحو من قيامه ثم تأخر في صلاته وتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقد الصلاة وقد طلعت الشمس فقالا يا أيها الناس أن الشمس والقمر آيتني من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفاني لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي إنه ليس من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه ولقد جئ بالنار فذلك حين رأيتمون تأخرت مخافة أن يصيبني من لضحها حتى قلت أي ربي وأنا فيهم ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطنا به قالا إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهبا به وحترأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وجيء الجنة فذلك حين رأيتمون تقدمت حتى قمت في مقامي فمددت يدي وأنا أريد أن أطناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدأ لي أن لا أفعله حسنا يحيى عن أبني جريج أخبراني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا النحل قال وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منا فأهلوا فأهللنا من البطحاء حدثنا يحيى عن أبني جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحل التي هي يوم النحر يقول لنا خذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه حسنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذاء ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكيا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وحمد الله وأثنى عليه وحثهن على طاعته ثم قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير فجعلنا ينزعنا حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتيمهن يقذفن به في ثوب بلال يتصدقن به حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك الملك عن عطاء عن جابير بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فذكر معناه حثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابير قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبع نشترك فيها حثنا يحيى عن أبن جريج أخبران أبو الزبير قال سمعت جابير بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى عن أبن جريج أخبران أبو الزبير قال سمعت جابير بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه حثنا يحيى عن أبن جريج أخبراني عبد الله بن عبيدي بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابيرا فقلت الضبع آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمدي بن عمري بن الحسني عن جابير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام أو البر الصائم في السفر حثنا يحيى عن هشامين حاء وعبد الوهاب الخفاف حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسمين عن جابير قال مرت بنا جنازة فقاما لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا حثنا يحيى عن أبن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة حثنا يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر مراث لأهلها أو جائزة لأهلها حدثنا يحيى حدثنا أبن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثله كذا قال يحيى حان يحيى عن جعفر حدثني أبي قال قال لي جابير قال سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن غسل الجنابة فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيديه على رأسه ثلاثا فقالا إني كثير الشعري فقلت ما هي أبن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيبه حدثنا يحيى عن جعفر حدثني أبي عن جابير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد قال يحيى ولا أعلمه إلا قال وشر الأمور محدثاتها وكان إذا ذكر الساعة أعلى بها صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة كهتين وأومأ وصف يحيى بالسبابة والوسطى حان يحيى عن مسعر حدثني محارب قال سمعت جابير بن عبد الله يقول كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني وكان في المسجد فقال لي صل ركعتين حثنا يحيى عن أبن جريج حدثنا عطاء عن جابير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر أسمى الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر أسمى الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر أسمى الله وأوكي سقاءك واذكر أسمى الله عز وجل حان يحيى عن أبن جريج أخبراني أبو الزبير قال سمعت جابير بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يرمي يوما نحر ضوحا وحده وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس حثنا يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابير بن عبد الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة وإنا سففنا خلفه صفين فكبر وكبرنا معه جميعا ثم ركع وركعنا معه جميعا فلما رفع رأسه من الرقوع سجد وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قام وقاما معه الصف الذي يليه إن حضر الصف المؤخر بالسجود ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فركع وركعنا معه جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه فلما سجد الصف الذي يليه وجلس إن حضر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائهم حسنا يحيى عن أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بحاص الخذف حسنا يحيى حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء سمعت جابرا بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تشقح قلت متى تشقح قال تحمر أو تصفار ويؤكل منها حدثنا يحيى عن شعبة حدثني محمد بن المنكدر سمعت جابرا بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كره ذلك حدثنا يحيى حدثنا جعفر حدثني أبي قال أتينا جابرا بن عبد الله وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذنا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام قال فنازل المدينة بشر كثير كلهم يتميسوا أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتذى الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي اغتسلي ثم استذفري بثوب ثم أهلي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أستوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولب الناس والناس يزيد نذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع فلم يقل لهم شيئا فنظرت مد بصري وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب ومهش ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به به من شيء عملنا به فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة وماشى أربعة حتى إذا فرغ عمدا إلى مقام إبراهيم فصل خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا قال أبي قال أبو عبد الله يعني جعفر فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفة ثم قرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فرقية على الصفة حتى إذا نظر إلى البيت كبر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده وصدق عبده وغلب الأحزاب وحده وحده ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدمه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى آت المروة فرقية عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفاف لما كان السابع عند المروة قال يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم فقال سراقة بن مالك بن جعشمين وهو في أسفل المروة يا رسول الله ألع من هذا أمل الأبدي فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال للأبدي ثلاث مرات ثم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقدم علي من اليمن فقدم بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المدينة هديا فإذا فطمة رضي الله عنها قد حلت ولبست ثيابها صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك علي رضي الله عنه عليها فقالت أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال علي بالكوفة قال جعفر قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا أستفتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فطمة قلت إن فطمة لبست ثيابها صبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي قال صدقت 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 أنا أمرتها به قال جابر وقال لعلي بما أهلت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال ومعي الهدي قال فلا تحل قال فكانت جماعة الهدي الذي آتا به علي رضي الله تعالى عنه عنه من اليمن والذي آتا به النبي صلى الله عليه وسلم مئاتا فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ووقف بعرفة فقال وقضتها هنا وعرفة كلها موقف ووقف بالمزدلفة حسنا عبد الرزاق أخبران معمر عن أبن خثيمين عن عبد الرحمني بن سابط عن جابري بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعبي بن عجرة أعاذق الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال لأمراء يكونون بعد لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من صحت النار أولى به به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعثقها وبائع نفسه فموبقها حتنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب أبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقائمها وأخف فيها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقائمها ولا صاحب غنمين لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يطبعه فغيرا فاهو فإذا أتاه فرع منه فينضيه ربه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه أغنى منك فإذا رأى أنه لابد له منه سلك يده في فيه فقدمها قدم الفحل قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله قال عبد الرزاق في حديثه قال رجل يا رسول الله محق الأبل قال حلبها على الماء وإعارة الدلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله قال عبد الرزاق فيها كلها وقعد لها وقال عبد الرزاق فيه قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابرا الأنصارية عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير حسنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبرنا أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فازجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل فجد نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً حان عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج حاء وروح أخبرنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم أنه كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلمين بغير إذنه قال روح يتولى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري عن جابر أنه سمعه يقول أننا كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأساً حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة حدثنا محمد بن باكر حدثنا أبن جريج أخبراني عبد الله بن عبيدي بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره أن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً حدثنا محمد بن باكر حدثنا أبن جريج أخبراني عبد الله بن عبيدي بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبوع قلت آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت سمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا محمد بن باكر أخبراني أبن جريج أخبراني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيلة وحمر الوحش ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي حدثنا محمد بن باكر أخبراني أبن جريج أخبراني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسألوني عن الساعة وإنما علموها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة حدثنا محمد بن باكر أخبراني أبن جريج قال وأخبراني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشي مالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع أحد رجليك على الأخرى إذا استلقيت حسنا عبد الرزاق أخبراني أبن جريج ومحمد بن باكر أخبراني ابن جريج أخبراني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ثم دعى بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعى بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت له هاهنا جفنة وقال ابن بكر أمامنا جفنة فيها خبز ولحم وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمره ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تمام الصلاة إقامة الصف حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال غيروه وجنبوه سواده حسنا عبد الرزاق أخبران معمر عن أبن خثيمين عن أبي الزبير عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعقض ومجنة وفي المواسم بمن يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون أحذر غلام قريش لا يفتينك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهت من المسلمين يظهرون الإسلام الإسلام ثم اعتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والضهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لوم تلائمين وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة قال فقمنا إليه فبيعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبلي الإبلي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أخراجه اليوم مفارقة العرب كفة وقتل خياريكم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبيرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله قالوا أمطعنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلوبها أبدا قال فقمنا إليه فبيعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة حدثنا داود بن مهران حدثنا داود يعني العطارة عن أبن خثيمين عن أبي الزبير محمد بن مسلمين أنه حدثه عن جبير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين فذكر الحديث وقال حتى حتى أن الرجل ليرحل ضاحية من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب وقال تخافون من أنفسكم خيفة وقال في البيعة لا نستقيلها حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليمين عن أبن خثيمين عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين فذكر الحديث إلا أنه قال حتى أن الرجل يرحل من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب وقال في كلامي أسعد تخافون من أنفسكم خيفة وقال في البيعة لا نستقيلها حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن من خراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا ليسمن أحد الوجهة ليضربن أحد الوجهة حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله وقال أني لا أدري لعله من القرون التي مسيخت حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيسين عن عبد الله بن مقسمين أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزينة فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحسنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أفلقته الحجارة فرف أدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه حتى نهاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحواها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور فقالا إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذو أطيب من ذا قال فكفأنا يومئذ القدور وهي طغلي فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم بغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وحرم المجثمة والخصة والنهبة حسنا يحيى بن آدم وأبو النضر حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا حسنا يحيى بن آدم وأبو النضر حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفيني ومن لم يجد إزارا فليلبس راوي له حسنا أبو النضر حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب حسنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير حدثنا جابر قال اقتطى لغلمان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدعوى الجاهلية فقالوا لا والله إلا أن غلمين كسع أحدهما الآخر فقال لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصره حانى محمد بن بكر أخبرنا أبن جنيج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه أضطربت السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد فنزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتزمها فسكنت وقال عبد الرزاق وروح أضطربت تلك السارية وقال روح فاعتنقها فسكنت وقال عبد الرزاق فسكتت حسنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جنيج قال قال أبو الزبيري قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليتعطف به حسنا محمد بن بكر حدثنا أبن جنيج عن أبي الزبيري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبسق بين يديه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حسنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جنيج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم الرجلان فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم حسنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال له هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليها الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها حثنا محمد بن بكر أخبران أبن جريج وحجاج عن أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا حثنا أبو عامر حدثنا أبن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابري بن عتيك عن جابري بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث في مجلس بحديث فتفت فهي أمانة حثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبران أبو هانئن أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولية يقول إن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشحيطان حثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد من حفظه حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرامي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا حثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر الحضرامي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها حثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني عمرو بن جابر قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من أطاعني كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف حثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن أبي نظرة عن جابر قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنه معمرو رضي الله تعالى عنه فانتهينا حان عبد الصمد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي المتوكل عن جابر أنه ابتاع بعيرا بثلاثة عشر دينارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بكم أخذته قال بثلاثة عشر دينارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه بما أخذته ولك ظهره إلى المدينة حثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيامين يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه حثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال يا نبي الله ما الحج المبرور قال أطعام الطعام وأفشاء السلام حثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن أبن شيهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فترى الوحي عني فترة فبينه أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء إن الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني 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 فزملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر قال أبو سلمة الرجز الأوثان ثم حمي الوحي بعد وتتابع حدثنا حجاج حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابرا يقول جاء عبد لحاطيب ابن أبي بلتعت أحد بني أسد يشتكي سيده فقالا يا رسول الله ليدخل النحاطيب النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ليدخلها إنه قد شهد بدرا والحديبية حانا حجاج قال ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابرا يسألها البايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي للحديبية وأخبرنا أنه سمع جابرا دعا على بئر الحديبية حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن جابري بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطن شاب من بني سلمة فقال إني رأيت أرنبا فحذفتها ولم تكن معي حديدة أذكيها بها وإني ذكيتها بمروة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حانا حجاج عن أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابرا يسأل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا حدثنا أبو عبيدة الحدد حدثنا هشام عن أبي الزبيري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من لقي لها لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به دخل النار حثنا أبو نوح قراد حدثنا مالك عن أبي الزبيري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة حثنا أبو النضري أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جهدت بنفسي ومالي فقوتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة قال نعم فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال أن لم تمت وعليك دين ليس عندك وفاؤه حان أبو النضري حدثنا زهير حدثنا أبو الزبيري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مهز أهل الجنة وأهل النار فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قامت الرسول فشفعوا فيقولوا انطلقوا أو اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقونهم في نهر أو على نهر يقال له الحياة قال فتسقطوا محاشرهم على الحافة النهر ويخرجون بيضا مثل الثعارير ثم يشفعون فيقولوا اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من اماء فأخرجوهم قال فيخرجون بشرا ثم يشفعون فيقولوا اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إماء فأخرجوه ثم يقول الله عز وجل وجل أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي قال فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه فيكتبوا في رقابهم معتقاء الله عز وجل ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين حسن أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير قال حسن في حديثه عن أبي الزبير عن جابر قال قال امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبنة فلاء سألتني أن انحل ابنها غلامي وقالت وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم فقال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك حدثنا الحسن عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر فقال تسألوني عن الساعة وإنما علموها عند الله عز وجل فوالذي نفس بيده ما أعلم اليوم نفسا منفوسة يأتي عليها مئة سنة حسن إسماعيل بن أبان أبو إسحاق حدثنا يعقب عن عيسى بن جارية عن جابر الأنصري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلا بالمدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتومين فقال إن منزلي شاسع ولي كلب فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه حنى أبو عاصمين الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام وقال رجل يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنها يدهن بها السفن الجلود ويستصبح بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمناه حسنا أبو بكر الحنفي حدثني الضحاك بن عثمان حدثني شرح بيل عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فناهان فجعلني عن يمينه فجاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه حثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباثة فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال نعم وهل من نبي إلا قد رعاها حثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن عطاء عن جابر أنه قال انحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس للناس فما سئل عن شيء إلا قال لحرج لحرج حتى جاءه رجل فقال حلقت قبلا أن أنحر قال لحرج ثم جاء آخر فقال يا رسول الله حلقت قبلا أن أرمي قال لحرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف والمزدلفة كلها موقف ومنا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر حثنا أبو النظر حدثنا أبو خيثمت حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يوجد سقاء نبذى له في تور من حجارة فقال بعض القوم له وأنا أسمع من برامين قال أوي من برامين حان أبو النظر حدثنا أبو عقيل أبو عقيل أسمه عبد الله بن عقيل حدثنا هشام بن عروة حدثني عبيد الله بن عبد الرحمني بن رافع عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة حثنا أبو النظر حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغاني منا من المشركين الأصقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة حثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير قال حسن عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تذبحوا إلا موسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من أضأني حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انقطع شسع نعله أوي إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يتحف الصماء حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن يزيد الليثي ويحيى بن سعيد عن معاذي بن رفاعة الزرقي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ففرج الله عنه وقال مرة فتحت وقال مرة ثم فرج الله عنه وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سعد يوم مات وهو يدفن حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثنا سعيد عن جابري بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فأخذ بيدي قبضة من حصن فأجعلها في يدي الأخر حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر قال عبد الله وكان في كتاب أبي عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه لأنه خطأ وإنما هو سعيد بن الحارث أخطأ أبن بشر حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث عن جابري بن عبد الله قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأخذ قبضة من حصن في كف لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر حتى زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطن فسأل عنه فقالوا صائم يا نبي الله فدعاه فأمره أن يفطر فقال أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصوم حتى زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول أكالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى حتى زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبتعتم طعاما فلا تبعوه حتى تقبيضوه حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيمين عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم نحر حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني أبو الزبير حدثنا جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زيد بن حدثنا حسين عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندوس حتى نابو النضري عن أبني أبي ذئب وابني أبي بكير أنا أبن أبي ذئب عن شرح بيلا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن ألحص خير له من مئة ناقة كلها سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة حدثنا عبد الملك بن عمر وأبو عامر قال حدثنا زكريا يعني ابن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساء وهو ساكت فقال عمر رضي الله عنه لا أكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت زيد امرأة عمر فسألتني أن فقط آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدى نواجذه قالهن حولي حولي كما ترى يسألني أن فقط فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فناهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نساء هو الله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال وأنزل الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشة فقال أني أريد أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت ما هو قال فتلى عليها يا أيها النبي قل لأزواجك الآية قالت عائشة أفيك أستأمر أبوي بل أختار لها ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نساء كما اخترت فقال فقال إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اختار إلا أخبرتها حدثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبير عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال حوله نساءه واجم وقال لم يبعثني معنطا أو مفتنا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لفلاء في حائطي عذقا وإنه قد أذاني وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لفلاء قال لا قال فهبه لي قال لا قال فبعنيه بعذق في الجنة قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت لذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام حدثنا أبو عامر حدثنا فليح حدثنا سعيد بن الحريث قال دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه فلما سلم سألناه عن ذلك فقال إنما أفعل هذا لي يراني الحمقى أمثالكم فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال جابر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد فاجتملت به ثم قمت إلى جنبه قال يا جابر ما هذا الاجتمال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان وصعا فاتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به حان أبو عامر حدثنا فليح عن سعيد بن الحريث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل عند ماء بات فانطلق بهما إلى العريش فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من داجئ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه حثنا سليمان بن حرب حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا هاهنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر ابن عبد الله فقلت له إن أختلفنا في ذلك الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمة إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال لجهنم ضججا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا حثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابير بن عبد الله قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب واحد قال جابير ذلك الثوب نميرة حثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا الحصين نو عن سالم بن أبي الجعدي عن جابير قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله إنه ليس لنا ماء نشرب منه ولا ماء نتوضأ به إلا ما بين يديك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا فقلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف كفانا كنا خمس عشرة مئة حثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابير بن عبد الله يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي قال فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط حدثنا روح حدثنا زكري يعني ابن إسحاق قال سمعت أبا الزبيري قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفناه إن استطع حدثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي حتى جاوزته حدثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا أثلاثين يوما حدثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابرا يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فكان يكون في العلو ويكون في السفل فنازل النبي صلى الله عليه وسلم إليهن في تسع وعشرين ليلة فقال رجل يا رسول الله إن كما كثت تسع وعشرين ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يده مرتين وقبض في الثالثة أبهامه حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فذكر معناه حدثنا روح حدثنا زكري حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وذلك في رمضان فصام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضع فضعفا شديدا وكذا العطاش أن يقتله وجعلت ناقته تدخل تحت العضاه فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتني به فأتي به فقال ألست في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفطر فأفطر حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبيري عن جابر قال صام رجل منا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فذكر معناه قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فرفعه على يديه فشرب ليرى الناس أنه ليس بصائمين حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول والياد العليا خير من اليد السفلة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمني عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحللته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا القاسم يعني ابن الفضل وهو الحدني حدثنا سعيد بن المهلبي عن طلقي ابني حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار فقالا يا طلق أترك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتضعت له فقلت لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنته مني قال فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمة وأهو بيديه إلى أذنيه لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ أثنى عبد الصمد ومعاوية بن عمر قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين تتير قال أول الليل بعد العتمة قال فأنت يا عمر قال آخر الليل فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال تؤفي يا رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطا ثم قال آ عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتينه فقال أبو قتادة الدينران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصل عليه ثم قال بعد ذلك بيومين ما فعل الدينران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغدي فقال لقد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جده فقال معاوية بن عمر في هذا الحديث فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه حثن عبد الصمد حدثني حرب يعني ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأت زينب وهي تمع سمنئة فقد منها حاجته وقال إن المرأة تقبل في سورة شيطاء وتدبر في سورة شيطاء فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذاك يرد مما في نفسه حان يحيى بن آدم حدثنا أبن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جبير بن عبد الله وهو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقالكم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقالكم فصله فصله حين بارق الفجر أو قال حين سطع الفجر ثم جاءه من الغدي للظهر فقالكم فصله فصل الظهر حين صار ظلوا كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقالكم فصله فصل العصر حين صار ظلوا ظلوا كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاء للعشاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصل العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين وقت حسن يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش أخو أبي بكر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن قلت لجعفر ومتى ذاك قال زوال الشمس حسن يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا حسن يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاري قال أبو أحمد حدثني عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقل قال أبو أحمد ثم نرجع إلى بن سلمة فنقل وهو على ميلين حسن أبو أحمد حدثنا عبد الحميد عن عقبة بن عبد الرحمن عن جابر قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى بن سلمة فنرى مواقع النبل حسن أبو أحمد حدثنا صفيان عن الأعمشي عن أبي صفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل لها فيها شيئا إلا أعطاه إياه وهي في كل الليلة حسن أبو أحمد حدثنا صفيان عن الأعمشي عن أبي صفيان عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تابع لقريش في الخير والشر حسن أبو أحمد حدثنا صفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم علما أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء حسن شذان حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمشي عن أبي صفيان عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما فسح له في قبره يقول دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن حسن محمد بن ميموء أبو النظر الزعفراني حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا متى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال جعفر وإراحة نواضح حين تزول الشمس حسن محمد بن ميموء حدثني جعفر عن أبيه عن جابر أن البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مئة بدنة نحر بيده ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ثم شرب من مرقها حسن أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر رضي الله عنه فهنيناه ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الودي فيقول اللهم إن شئت جاعته عليا فدخل علي رضي الله عنه فهنيناه حان أبو أحمد وعبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم حثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما كان عليها من الأذى ولا يدعها للشحيطان ولا يمسح يده بالمنديل وليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعليه السكينة وأوضعه في وادي محسر فأراهم مثل حص الخذف وأمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمتي من سكها فإني لا أدري لعل لا ألقاهم بعد عامهم هذا حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحل التي نحو المشرق ويومئ إماء السجود أخفض من الركوع فسلمت عليه فلما انصر فقال ما فعلت في حاجتي كذا وكذا إني كنت أصلي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسودي بن قيس عن نبيح عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتركها أهلها وهي مرتبة قال فمن يأكلها يا رسول الله قال السباع والعائف قال أبو عوانة فحدثت أن أبو بشر قال كان في كتاب سليمان بن قيس حثن يحيى بن آدم حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان في أهل الحجاز وغلظ القلوب الجفاء في الفدادين في أهل المشرق حثن أبو عامر حدثنا زهير عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه حثن أبو عامر حدثنا زهير حاء وأبو النظر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأنوالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل حثن أبو عامر العقدي أحدثنا قرة عن عمر بن دينار عن جابر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغاني محناي إذ قام إليه رجل فقالا العدل فقالا لقد شقيت أن لم أعدل حثن أبو عامر حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء حدثنا خالد بن أبي حيانة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه حان أبو عامر حدثنا كثير يعني ابن زيد حدثني عبد الرحمن بن كعبي بن مالك حدثني جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعى في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة حثنا أبو عامر وأبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد حدثني الحارث بن يزيد قال أبو أحمد عن الحارث بن أبي يزيد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هولى المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة حان ابن علية أو غيره حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيص القبور حثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي مضرة عن جابر قال دخلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك قال فقال يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن أبي مضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسني عن جابري بن عبد الله قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور وهو أشد الكذابين حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني أشترط على ربي أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا حدثنا روح أخبران أبن جريج حدثني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالا ثم نزلا عن أصف حتى أن صبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى إذا صعدنا الشقة الآخر مشى حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل النجد من قر ومهل أهل اليمن من يلملم حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم حاجة قالت لا ولكن تسرع إليهم العين فنرقيهم قال وبماذا فعرضت عليه فقال أرقيهم حان روح حدثنا أبن جريج وعبد الله بن الحارث عن أبن جريج قال حدثني أبو الزبيري أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان شيء ففي الربع والفرس والمرأة حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبراني زياد بن إسماعيل عن سليمان بن عتيق عن جابري بن عبد الله قال لما دخلت سفية بنت حويي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فستاته حضر ناس وحضرت معهم ليكون فيها قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عن أمكم فلما كان من العشي حضرنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في طرف ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة فقال كلوا من وليمة أمكم حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معاً واحد والكفر يأكل في سبعة أمعاء حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجرة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه يا أبن أخي لو حلدت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عرياناً حدثنا روح أخبراني أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحل التهيب البيت وبين الصفى والمروة ليراه الناس وليشرف ويسأله إن الناس غشوه حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي متن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جابر بن عبد الله قال صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يديه فاطلع فيها فقال حسبته لحما فذكرت ذلك لأهلي فذبحوا له شاتا حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال يا نبي الله ما الحج المبرور قال اطعام الطعام وافشاء السلام حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغز أو يغزو فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسى ليخ حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله أن رجلا من الأنصار قال في العقرب رقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في تسع وعشرين فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون فقال إنما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس أصبعا واحدا في الآخرة وقال يونس أصبعا واحدة حان يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن واقدي بن عبد الرحمن بن سعدي بن معاذ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكحها فتزوجتها حدثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بالشمال حدثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغت عني فقال أنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرقي حدثنا يونس وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوأة فرأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية حدثنا يونس وحجين حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر يسمع الناس تكبره فتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما صلى قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا أتموا بأئمتيكم أن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا حثنا يونس حدثنا أبان يعني العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسمين عن جابري بن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت جنازة فذهبنا لنحمل فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا رسول الله إنما كانت جنازة يهودي أو يهودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا حثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائبة وقال خلف بن الوليد السائمة جبار الجب جبار والمعدن جبار وفي الركز الخمس قال قال الشعبي الركز الكنز العادي حثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا مجالد بن سعيد حدثني الشعبي حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة حثنا يونس حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الغسيل حدثني شرح بيلو أبو سعد أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد وحوله ثياب فلما فرغ من صلاته قال قلت غفر الله لك يا أبا عبد الله تصلي في ثوب واحد وهذه ثيابك إلى جنبك قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد أو كان لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قالا ثم أنشأ جابر يحدثنا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضق عن ذاك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء له حثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غلظ القلوب الجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز حثنا عبد الله بن الحارث عن أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه حثنا سفيان عن اسمعيل ابن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سئل سعد عن بيع سلط بشعير أو شيء من هذا فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر بروطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست قالوا نعم قال فلا إذا حثنا حسنا حارون بن معروف حدثنا ابن وابن أخبرني عمر أن أبو كيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتاد تحدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنعة فقال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه الشفاء حسنا حسنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلمين مولى حكيم بن حزامين عن جابري بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة حسنا هارون بن معروف حدثنا ابن ابن أخبرني عمرون عن أبي الزبير عن جابر أنه قال يا رسول الله أنأعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه قال لأمر قد فرغ منه فقال سراقة ففيما العمل إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فليكف في ثوب حبرة حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عذيبت امرأة في هر أو هرة ربطته حتى مات ولم ترسله فيأكلها من خشاش الأرض فوجبت لها النار بذلك حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابيرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركز الخمس فقال نعم حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مع من أحب وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى كسر وقيصر وإلى كل جبار حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عشت إن شاء الله زجرت أن يسمى بركة ويسار ونافع قال جابر لا أدري ذكر رافعا أم لا أنه يقال له هاهنا بركة فيقال لا ويقال هاهنا يسار فيقال لا قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزجر عن ذلك فأراد عمر رضي الله عنه أن يزجر عنه ثم تركه حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبران جابر أن أمير البعث كان غالبا الليثية وقطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل وهو محرم ثم خرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار وعبد الله بن أنيس الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسه في هذه السبع الأواخر التي بقينا من الشهر حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن السجود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل في السجود ولا يسجد الرجل وهو باسط ذرعيه حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع نداء الصلاة فر بعدما بين الروحاء والمدينة له دراط حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كثرة خطاء الرجل إلى المسجد شيئا فقال هممنا أن ننتقل من دورنا إلى المدينة لقرب المسجد فازجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تعروا المدينة فإن لكم فضيلة على من عند المسجد بكل خطوة درجة حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى ببعرة أو بعظمين حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمان الفتح أن يأتي البيت وهو بالبطحاء فيمحو كل صورة فيه ولم يدخله حتى محيت كل صورة فيه حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن المهل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل النجد من قر ومهل أهل اليمن من يلملم حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين حرتي المدينة لا يقطع منها شجرة إلا أن يعرف الرجل بعيره حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات حدثنا حسن بن موسى الأشياب حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة على بعيره بحص الخذفي وهو يقول لتأخذ مناسككم فأني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلي على محمد وارضى عنه رضا لا تسخط بعده استجاب الله له دعوته حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن راهبا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبت سندوس فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى البيت فوضعها وأحس بوفد أتوه فأمره عمر أن يلبس الجبت لقدوم الوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لباسها لنا في الدنيا ويصلح لنا في الآخرة ولكن خذها يا عمر فقال يكرهها وأخذها فقال إني لا أمرك أن تلبسها ولكن أرسل بها إلى أرض فارسة فتصيب بها مالا فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته ووصيف لهم حتى أكلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكلوه لا أكلتم منه ولقام لكم حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى راكبا فقال نعم ثم أتاه رجل قد اشترى ناقة ليدعوا لها عز وجل عليها فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلما ثم دعا له حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تخفيفا في الصلاة حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف منكم ألا يقوم بالليل فليوتر ثم ينام ومن طمع منكم بقيامين فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إذا بسق أحدكم فلا يبسق عن يمينه ولا بين يديه وليبسق عن يساره أو تحت قدمه حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه النعالي فإنه ليزال أحدكم راكبا إذا أنطعلا وفي موضع آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها أستكثر من النعالي فإن الرجل ليزال راكبا ما انطعلا حسن سريج بن النعمان حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمشي عن أبي سفيانة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله قالوا ولا إياك يا رسول الله قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمته حسن عبد الله بن الوليد الذي قالوا له العدني حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطمع عليها من أذن ثم ليأكلها ولا يدعها للشحيطان ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه حسن أبن الوليد حدثنا سفيان حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة أحمرت وجنته واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش صبحتم مسيتم وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن ترك مالا فلي أهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى بالمؤمنين حسن يونس وغيره قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابري بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم حلاله إلا أن يتبعني حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمر بن دينار عن جابري بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فاجتمع قوم ذا وقوم ذا وقال هؤلاء يا للمهاجرين وقال هؤلاء يا للأنصار فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة قالا ثم قالا ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية ألا ما بال دعوى أهل الجاهلية حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصمين عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على أبنة أخيها ولا على أبنة أختها حدثنا يونس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير قال سمعت صفيان بن عوينة يقول الحواري الناصر حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد قال سمعت عمرو بن دينار يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض حنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة فقال رجل يا أبا المنذر قال أبو عبد الرحمني أبو المنذر هشام بن عروة ثم العافية قال ما أعتافها من شيء حسن حسن بن موسى حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر قال أتني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه حسن شذان أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف علي رضي الله عنه قال قال له علي ما يقول الناس صوفية إذا خلفتني قال فقال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعد نبي أو لا يكون بعد نبي حسن حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء حدثنا حسن وموسى بن داود قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أحمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة قال حسن فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا الشيب قال حسن قال زهير قلت لأبي الزبير أقال جنبوه السواد قال لا حسن حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المستلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا وأشار زهير بكفه ثم كلمته فقال بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويغمئ برأسه فلما فرغ قال ما فعدت في الذي أرستك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي حسن أسود بن عامر أخبرنا حسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة حسن حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن جابر بن يزيد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكالناه حدثنا حجاج حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا حسن حجاج حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبن عليه حسن حجاج قال ابن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أشعاث بن سوار عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم حسن أسود حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رفع الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم وعلى الله حسابهم أو حسابهم على الله عز وجل حسن يحيى بن إسحاق أخبران أبن لهيعة عن أبي الزبيري عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مئدة يشرب عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو أن بامرأة ليس معه ذو محرمين منها فإن ثالث هما الشيطان حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبيري عن جابري وعن خير بن نعيمين عن عطاء عن جابري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن سن نوري حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليمين عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن أبي الزبيري أنه حدثه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الحاجة في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعقض وبمنازلهم بمنا من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه حتى أن الرجل يرحل من مضر أوي من اليمن أو زور صمد فيأتيه قومه فيقولون أحذر غلام قريش لا يفتينك ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار دار من دور يثرب إلا فيها رهت من المسلمين يظهرون الإسلام ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا مننا فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فدخلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فقال عمه العباس يا أبنى أخي أني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إن ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس رضي الله عنه في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله على من بايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف وانضهي عن المنكر وعلى أن تقول تقول في الله لا تأخذكم فيه لومة لائمين وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كفة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كفة فخذوه وأجركم على الله عز وجل وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله قالوا يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في ثمامين حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن جعفري بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره وانهى عن بيعه وبيع الأصنام حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الابن آدم واديا من مال لتمنى واديين ولو أن له واديين لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا إسرائيل بن يونس عن زيدي بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلا إذا باع سهلا إذا أشتر سهلا إذا قد سهلا إذا اقتض حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ لم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا سليمان يعني ابن بلال أخبره أو حدثه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله سمعه منه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت قال فطاف سبعا ورمل منها ثلاثا وماشا أربعا حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر فرمل حتى عاد إليه ثلاثا وماشا أربعا حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرمين عن أبي يحيى القتاتي عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور هكذا وقعا في الأصل حسن والصواب حسين حسن حسن حدثنا أبن لهيعة أخبرنا أبو الزبير عن جابر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم عشراء أن نصومه وقال هو يوم كانت اليهود تصومه حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين بنوها يسألونها الإدامة وليس عندها شيء فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها سمنا فما زال يدوم لها أدم بنيها حتى عاصرته وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعاصرته قالت نعم قالا لو تركته ما زال ذلك لاك مقيما حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير أي أنه سأل جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد تمنى آخر فقال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واد من نخل تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا فيما سقط السماء والعيون العشر وفيما سقط الثانية نصف العشر حدثنا هارون حدثنا أبن وهب حدثني عمرو بن الحريث حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقط الثانية نصف العشور حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجير بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا حتى تروا الهلالة فإن خفي عليكم فأتم ثلاثين وقال جابر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال إنما الشهر تسع وعشرون حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا متى كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أول يومين فضحا وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجبت أحدكم المرأة فليعمد إلى أمرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ باعت فقال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال وأخبرني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا يعني ثقيفا حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة تبوك بعد أن رجعنا إن بالمدينة لا أقواما مسرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنهم غزوا غزوة فيما بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شديدة حتى دفعت الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لموت المنافق فرجعنا إلى المدينة فوجدناهم منافقا عظيما نفاقي قد ميت حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن العقابة فقال شهدها سبعون فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب أخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسير أن راكب في جنب وادي المدينة ليقول أن لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال أخبراني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتركنها أهلها مرتبا قال فمن يأكلها يا رسول الله قال عافية الطير والسباع حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبراني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أن على المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الآفاق يتميسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبراني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الرجل المؤمن جزء من النبوة حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن ميثرة الأرجوان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركبها ولا ألبس قميصا مكففا بحرير ولا ألبس القصية حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الفأرة تموتو في الطعام أو الشراب أطعامه قال لا زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كنا نضع السمنة في الجرار فقال إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال لا أطعامه وقذره فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد وهو طعام عامة الرعاء ولو كان عندي لطعمته حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقول أن تفسحوا حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلمين بغير إذنه حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صحيفته من فعل ذلك حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينارا فهو كية حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونظر إلى الشام فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك ونظر قبله كل أفق ففعل ذلك وقال اللهم أرزقنا من ثمرات الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طيرو كل عبد في عنقه حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير سمع جابر ابن عبد الله أنه قال إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنهن فقط فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزنه فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم يؤذن له ثم أتاه عمر فاستأذن عليه فلم يؤذن له ثم استأذن بعد ذلك فأذن لهما ووجداه بينهن فقال له عمر يا رسول الله إن أبنة زيد سألتني أن فقط فوجأتها أو نحو ذلك وأراد بذلك أن يضحكه فضحك حتى بدت نواجده وقال والذي نفسي بيدهما حبسني غير ذلك فقام إلى أبنتيهما فأخذ بأيديهما فقال أتسألاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما ليس عنده فناهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال لنعد فعند ذلك نزل التخيير حثنا سريج بن النعماني حدثنا عبد الله بن نافعا عن أبن أبي ذئب عن أبن أخي جابيري بن عبد الله عن جابيري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالآمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يصفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق حثنا حسين يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطبي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر والرقية عن عبد الكريم عن عطاء عن جابير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة قال حسين فيما سواه حثنا حسين حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قلت لجابيري بن عبد الله صل بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى بنا في ثوب واحد وشده تحت الثندتتين حثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جار لجابيري بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاء جابير بن عبد الله يسلم علي فجعت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدث فجعل جابير يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا حنا سيار بن حاتمين حدثنا جعفر يعني ابن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا آنس بن مالك عن جابيري بن عبد الله الأنصاري قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العطاش قال فدع بعوس فصب فيه شيء من ماء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده وقال اسقوا فاستقى الناس قال فكنت أرى العيون تنبوع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابير قال كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأصقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري أنه سمع جابير بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظمين أو بعر حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح عن سعيدي بن الحارث عن جابير بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار في حائط وهو يحول الماء فقال عندك ماء بات الليلة في شن وإلا كرعن فقال عندي ماء بائت فانطلق إلى عريش فحلب له شاتا ثم صب عليه ماء بائتا ثم سقاه وصنع بصاحبه مثل ذلك حانا محمد بن عبد الله بن الزبير وهو أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا عبد الرحمن يعني عن عاصمي بن عمر بن قتادة عن جبيري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان أو إن يكن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجمين أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي حانا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عبد الرحمن بن سابط وأبي الزبيري عن جابير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا قال عبد الله وسمعته أنا من محمد بن الصباح فذكر مثله حثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني داود بن بكري بن أبي الفراتي عن محمد بن المنكدري عن جابير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام حثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قراءة حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابير عن جابير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا فحلف أن لا ينتهي حتى يهري قدما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنازل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله قال فكونوا بفام الشعب قال وكانوا نزلوا إلى شعب شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره قال اكفني أوله فاتجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهمين فوضعه فيه فنازعه فوضعه وثبت قائما ثم رماه بسهمين آخر فوضعه فيه فنازعه فوضعه وثبت قائما ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنازعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت فوثب فلما رأهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني قال كنت كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع الرمي ركعت فأريتك ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبلا أن أقطعها أو أنفذها حسن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه حسن إسحاق حدثني مالك عن هاشمي بن هاشمي بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت عبد الله بن نستاصر يحدث عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرف أحد على منبر كذبا إلا تبوأ مقعده من النار حسن إسحاق بن عيسى وأب سعيد يعني مولى بن هاشمين المعنى وهذا لفظ إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني حدثنا محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر يسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي قال أبو سعيد ومعيشتي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ويسره ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخيرا حيث كان ثم ردني أمري فاقدره لي ويسر لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخيرا حيث كان ثم ردني به قال أبو عبد الرحمن حدثناه منصور بن أبي مزاحمين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا إسحاق حدثني فليح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث عن جابري بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوما من الأنصار يعود مريضا فاستقاهم وجدول قريب منه فقال أن كان عندهم ماء قد بات في شن وإلا كرعن حان إسحاق بن عيسى حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدري عن أبيه عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمري بن جابر الحضرمي عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الموجبتان من لقي لها عز وجل ولا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي لها عز وجل وهو مشرك دخل النار حدثنا سريج حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله عن محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعيد عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزأ ويغزوا فإذا حضره أقام حتى ينسى سليخة حدثنا موسى بن داود وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال حسن في حديثه قال حدثنا أبو الزبير عن جابري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله حدثنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار الله عليه وسلم يقول غلظ القلوب الجفاء قبل المشرق والإيمان والسكينة في أهل الحجاز حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أذر فيها إلا مسلما حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علموها عند الله أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون حدثنا منهم منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة قال جابري وبعض أصحاب يقول قريب من ثلاثين كذابا حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراتكم بين أيديكم فإذا لم ترون فأنا على الحوض قدر ما بين أيلتا إلى مكة وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية فلا يطعمون منه شيئا حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صلي بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير ليقرم الله هذه الأمة حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول نحن يوم القيامة على كومين فوق الناس فيدعى بالأمم وبأوثانها وما كانت تعبد الأولى فالأولى ثم يأتنا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه قال فيتجل لهم عز وجل وهو يضحك ويعطي كل إنساء منهم منافق ومؤمئ نورا وتغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاءه ثم يطفأ نور المنافقين وينجوا المؤمنون فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضو نجمين في السماء ثم ذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من قال لا إلها إلا الله ممن في قلبه ميزان شعيرة فيجعل بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يريقون عليهم من الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السير ويذهب حرقهم ثم يسأل لها عز وجل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبري أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبطل في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد لانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك أنظر إلى مقعدك الذي كان في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراه ما كلاهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقعد فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلتم كانه مقعدك من النار قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبري أنه سأل جابرا عن الجنازة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت ومن معه حتى توارت حان موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطرة حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حتى الله عز وجل عنه بها خطاياه حدثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها حدثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من عقر جواده وأري قدمه فقال جابر نعم حدثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنا وابدأ بمن تعول والياد العليا خير من اليد السفلة حتى ناموسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته يسلم والمؤمن يأكل في معا واحد قال نعم قال وسألت جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا ما بيت لكم ولا عشاء هاهنا وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء قال نعم حان موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرف قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه فإن كره أحد أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده حان موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني أزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال جابرا لم أسمعه قال جابرا وأخبرني ابن عمر أنه قد سمعه حان موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير أن جابرا أخبره أنهم غزوا غزوة بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لموت منافق فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقا عظيما نفاق قد ميت حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت حنين بعث سرايا فأتوا بالإبل والشاء فقسمها في قريش قال فوجدنا أيها الأنصار عليه فبلغه ذلك فجمعنا فخطبنا فقال ألا ترضون أنكم أعطيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو سلكت الناس واديا وسلكتم شعبا لا تبعت شعبكم قالوا رضينا يا رسول الله حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن العقابة قال شهدها سبعون فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب أخذ بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت وأعطيته حدثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة منها ثم لا يعمروها أو لا تعمر إلا قليلا ثم تعمر وتمتلئ وتبنه ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا حثنا موسى وقوتيبة قال حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسير النراكب في جهة المدينة قال قوتيبة في جانب المدينة فيقول أن لقد كان في هذه مرة حاضر من المؤمنين كثير حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير أن جابر أخبره أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح القتال فقال قوتيبة يعني المدينة حثنا موسى حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه راهب من الشام جبة من سندوس فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى البيت فوضعها وأخبر بوفد يأتيه فأمره عمر بن الخطاب أن يلبس الجبة لقدوم الوفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لنا لباسها في الدنيا ويصلح لنا لباسها في الآخرة ولكن خذها يا عمره فقال أتكرهها وأخذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أمرك أن تلبسها ولكن ترسل بها إلى أرض فارسة فتصيب بها مالا فأبعمر فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حسن موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حسن في حديثه حدثنا أبو الزبير وقال ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن ميثرة قال الأرجوان فقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القاسية حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن البهزية أم مالك كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فبينما بنوها يسألونها عن إدمين وليس عندها شيء فعمدت إلى نحيها التي كانت تهدي فيه السمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيه سمنا فما زال يقيم لها إدام بنيها حتى عاصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعاصرته فقالت نعم قالا لو تركته ما زال ذلك مقيما حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وصيف لهم حتى أكلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكلوه لا أكلتم منه ولقام لكم حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن بنة الجوهانية أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قومين في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال لعن الله من يفعل ذلك أوى لم أسجركم عن هذا فإذا سلتم السيفا فليغمده الرجل ثم ليعطيه كذلك حسن موسى وحسن واللفظ لفظ حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتمة فاحتبس علينا حتى كان قريبا من شطر الليل أو بلغ ذلك ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا ثم قال اجلسوا فخطبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ان الناس قد صلوا ورقدوا وانتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة حسن موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال اخبراني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد الى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد من نفسه حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يوتر عشاء ثم يرقد قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف منكم ان لا يقوم من الليل فليوتر ثم ليرقد ومن طمع منكم القيام فليوتر من اخر الليل فان قراءة اخر الليل محضورة وذلك افضل حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل لها خيرا الا اعطاه وهي كل ليلة حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ان نعمان ابن قوقل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام واحلت الحلالة ولم ازد على ذلك شيئا افا ادخل الجنة قال نعم فقال والله لا ازيد على ذلك شيئا حان موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس تخفيفا في الصلاة حان موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير انه قال سألت جابرا هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قال نعم زمان غزونا بني المصطلق حان موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير انه سأل جابرا عن التصفيق والتصبيح قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التصفيق للنساء في الصلاة والتصبيح للرجال حان موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مرار قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة حان موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الغسل قال جابر آتت ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ارضنا ارض باردة فكيف تأمرنا بالغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فأصب على رأسي ثلاث مرات ولم يقول غير ذلك حثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل فقال جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وابسناده قال سألت جابرا عن المرأة تباشر المرأة قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وابسناده قال سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإعناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء قال جابر كنا نحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب باسناده عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس في قرن شيطاء وابسناده قال سألت جابرا عن ركوب الهدي قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عاشراء ان نصومه حدثنا موسى وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن النحر فقال جابر صلى بن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحراء ان يعيد نحرا اخر ولا ينحروا حتى ينحره حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير اذنه فقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم ثم كتبا انه لا يحل ان يوالي موالي رجل بغير اذنه حدثنا موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة وتستقيم مرة ومثل الكفر مثل الارز ليزال مستقيما حتى يخر ولا يشعر قال حسن الارزة حسن موسى اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن خصوف الشمس والقمر قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس والقمر اذا خصف او احدهما فاذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي خصوف ايهما خصف حسن موسى اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن القاتل الذي قتل فاذن فيه سحيم فقال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما ان يؤذن في الناس قال لا يدخل الجنة الا مؤمن قال جابر ولا اعلمه قتل احد حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو الزبير قال سألت جابرا عن القاتل الذي قتل فاذن فيه سحيم قال كنا بحني فامر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما ان يؤذن في الناس ان لا يدخل الجنة الا مؤمن قال ولا اعلمه قتل احد قال موسى ابن داود قتال احدا حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا اقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيارة والعدوى شيئا قال جابر سمعته يقول كل عبد طائره في عنقه حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفنا احدكم اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن كفناه وصلوا على الميت اربعة تكبيرات في الليل والنهار سواء حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن سنور وهو القط حسن موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عرش الرحمة حسن موسى اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول يأكل اهل الجنة فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون انما طعامهم جشاء رشح رشح المسك فيلهمون التزبيح والتحميد كما يلهمون النفس حسن حجين ويونس قال حدثنا ليث قال يونس عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احد رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا فقال يا رسول الله ليدخل ان حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ليدخلها فانه شهد بدرا والحديبية حنى حجين حدثنا ليث عن ابي الزبير واسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو حتنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا اكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فحسمه فانتفخت يده فحسمه اخر فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريضة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد فارسلا اليه فحكم ان تقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا اربعمائة فلما فرغ من قطلهم انفتق عرقه فمات حتى حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جبير بن عبد الله ان حاطب ابن ابي بلتعة كتب الى اهل مكة يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد غزوهم فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فارسل اليها فاخذ كتابها من رأسها وقال يا حاطب افعلت قال نعم اما اني لم افعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس غشا يا رسول الله ولا نفاقا قد علمت ان الله مظهر رسوله ومتم له امره غير اني كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت والدتي منهم فاردت ان اتخذ هذا عندهم فقال له عمره الا اضرب رأس هذا قال اتقتل رجلا رجلا من اهل بدر ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جبير بن عبد الله ان ام سلمة استاذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجمة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طيبة ان يحجمها قال حسبت انه كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر انهم كانوا اذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهاء يبال في الماء الراكد حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني انه لا ينبغي للشحيطان ان يتمثل في سورة وقال اذا حلم احدكم فلا يخبرن الناس بتلعب الشيطان به في المنام حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأى احدكم الرؤية يكرهها فليبزق عن يساره ثلاثا وقال يونس فليبزق وليستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ان لا يجيء بيها الا وهو اخذ بنصولها حثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان خير ما ركبت اليه الرواحل مسجد هذا والبيت العتيق حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثنا كثير بن شنظير حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال لأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي قال فوقع في نفس ما الله به اعلم قال قلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي ان ابطأت فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفس ما الله اعلم اشد من الاولى ثم سلمت فرد علي وقال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي فكان على راحللته متوجها لغير القبلة حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثنا واصل مولى ابي عويين تحدثني خالد بن عرفتة عن طلحة بن نافع عن جابري بن عبد الله قال لكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذه الريح هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن ابي المتوكل عن جابري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاطا واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت يا رسول الله ان اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكانوا لا يبدأون حتى يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع ان يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شات ذبحت بغير اذن اهلها فقالت المرأة يا نبي الله ان لا نحتشم من ال سعدي بن معاذ ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا حان عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمعت جابر ابن عبد الله يقول اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه حان عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه اخبرنا ابو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه حدثنا ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتك اني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة فاولت ان الدرع الحصينة المدينة وان البقرة هو والله خير قال فقال لي اصحابه لو ان اقمنا بالمدينة فان دخلوا علينا فيها قاطناهم فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجهلية فكيف يدخل علينا فيها في الاسلام قال عفان في حديثه فقال شأنكم اذا قال فلبس لأيته قال فقالت الانصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه فجاءوا فقالوا فقالوا يا نبي الله شأنك اذا فقال انه ليس لنبي اذا لبس لأيته ان يضعها حتى يقاتل حثنا عبد الصمد وكثير بن هشامين قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فرجعت اليه وهو على راحللته فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد فتنحيت عنه ثم قال لي ما صنعت في حاجتك فقلت صنعت كذا وكذا فقال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي حثنا ابو جعفر المدائني محمد بن جعفر انباءنا وارقاء عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى مشرعة فقال قال الا تشرع يا جابر قال فقلت بل قال فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا فجاء فتوضأ ثم قام فصل في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يمينه حدثنا عبد الله بن الحريث حدثني ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطائي بن ابي ربح عن جابري بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صلي معي فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفقي ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفقي ثم صل العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم شطره حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عطبة وقال علي أنبأنا عطبة بن أبي حكيمين حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جبير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الخيل معقود في نواصيها الخير ونهلوا إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار وقال علي ولا تقلدوها الأوتار حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أن عبد الملك بن جابير بن عطيك أخبره أن جابير بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يتفيت حوله فهو أمانة حدثنا أبو سلمة أنبأنا بكر بن مضرع عن عمر بن جابير الحضرمي أنه سمع جابير بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار يوم الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد حدثنا أبو سلمة أخبرنا بكر بن مضر حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل جهده الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر حدثنا زكريا بن عادي أنبأنا عبيد الله يعني ابن عمر الرقية عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا زكريا بن عادي حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جهدت في سبيل الله بنفسي ومالي حتى أقتلى صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة قال نعم فلما ولد عاه فقال إلا أن يكون عليك دين ليس له عندك وفاء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا زكريا بن عادي أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعدي بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتني ابنتها سعدي بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهم مالا ولا ينكحان إلا ولهم مال قال فقال يقضي الله في ذلك قال فنزلت آية المراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي أبنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك حانا زكريا أنبأنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال صل بأصحابه في بيته فقلنا له صل بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فصل بنا في ملحفة فشدها تحت الثندتتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى زكريا أنبأنا عبيد الله وحسين بن محمد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صففنا في الصلاة الصلاة الظهري أو العصر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا ثم تأخر فتأخر الناس فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه قال عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنظرة فتناوت منها قطفا من عناب لأهتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا ثم عرضت علي النار النار فلما وجدت سفعها تأخرت عنها وأكثر من رأيت فيها النساء التي إن أأتوا منا أفشين وإن يسألنا باخلنا وإن يسألنا الحفن قال حسين وإن أعطينا لم يشكرنا ورأيت فيها لحي بن عمر ويجر قصبه في النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الكعبي قال معبد يا رسول الله أيخشى علي من شبهه وهو والد فقال لا أنت مؤمن وهو كفر قال حسين وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان قال حسين تأخرت عنها ولولا ذلك لغشيتكم حثن أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي صفيانة عن جابر قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال له اجعل لنا طعام لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سادس ستة فدعاهم فاتبعهم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا فتأذن له قال نعم حسين بن محمد حدثنا أبو إويس حدثنا شرح بيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن وهب عن عمري بن الحريثي أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول فيما سقط الأنهار وسيل العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور حدثنا حسين بن موسى أخبرنا أبو شيهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال رجل يا رسول الله أعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت أن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ليجاوز حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن الرابعي بن أنس عن الحسني عن جابري بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كافورا حدثنا هاشم حدثنا شعبة أخبراني عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمني عن سالم بن أبي الجعدي عن جابري بن عبد الله قال أصابنا عطاش بالحديبية فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تور فيه ماء فقال بأصابعه هكذا فيها وقال خذوا باسم الله قال فجعل الماء يتخلال من بين أصابعه كأنها عيون فوسعنا وكفانا وقال حسين في حديثه فشربنا وتوضأنا حثنا محمد بن يزيد عن حجاجي بن أبي زينب عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل إدام الخل ما أقفر بيت فيه خل حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابري بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدانة البدانة عن سبعة حدثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس عن جابري بن عبد الله قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه قال فسأله كم ضريبتك قال ثلاثة آصعا قال فوضع عنه صاعا حثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائبة جبار الجب جبار والمعدن جبار وفي الركز الخمس قال وقال الشعبي الركز الكنز العادي حثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم اليوم على دي واني مكاثر بكم الامامة فلا تمشوا بعد القهقرة حثنا ابو المغيرة حدثنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني عبيد الله بن مقسمين حدثني جابري بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فذهبنا لنحملها اذا هي جنازة يهودية فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودية قالا ان للموت فزعن فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حنى ابو المغيرة ومحمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعي حدثني عطاء وقال ابن مصعب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر قال كانت لرجال فضولوا اراضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربوع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه حنى ابو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا ماعز التميمي عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش ابليس على البحر يبعث سراياه في كل يومين يفتنون الناس فاعظمهم عنده منزلة اعظمهم فتنة للناس حثن الحكم بن نافع حدثنا صفوان بن عمر عن ماعز التميمي عن جابري بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايأكل اهل الجنة قال نعم ويشربون ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يتنخمون انما يكون ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك ويلهمون التزبيح والتحميد كما تلهمون النفس حثن ابو اليمان حدثنا صفوان عن ماعز التميمي عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم حثن علي بن عياش حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي انت وعدته الا حلات له الشفاعة يوم القيامة حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف عن زيدي بن اسلم عن جابري بن عبد الله ان اميرا من امراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر فقيل لجابر لو تنحيط عنه فخرج يمشي بين ابنيه فنكبا فقالت عيسى من اخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابناه او احدهم يا ابتي وكيف اخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخاف اهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي حنى علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول بصر عيني وسمع أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضها للناس يعطيهم فقال رجل أعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثنا أبو الزبير عن جابري بن عبد الله قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء مهوازن بين الناس الجعرانة قام رجل من بني تميمين فقال أعدل يا محمد فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت أن لم أعدل قال فقال عمر يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق قال معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمد أن يقتل أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحاب له يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق المرمات من الرمية قال معاذ فقال لي أبو الزبير فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني إلا أنه قال النضي قلت القطحة فقال ألست برجل عربي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن ابن شيهاب عن عمر بن أبانا بن عثمان عن جبري بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريا ليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موتي بعضهم لبعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حثنا هاشم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكام قال سمعت الشعبية يحدث عن جبيري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم ليلا فلا يأتي أهله طروقا كي تستحدى المغيبة وتمتشط الشعثة حثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابير قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت حدثنا يونس حدثنا صالح بن مسلمي بن رومان أخبران أبو الزبير محمد بن مسلمين عن جابيري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملأ يديه طعاما كانت له حلالا حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيدي بن الحارث أو أبن أبي الحارث عن جابيري بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار في حائط وهو يحول الماء فقال هل عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعن قال نعم يا رسول الله فانطلق به إلى العريش فحلب له شاتا ثم صب عليه ماء بات في شن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق صاحبه حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب حدثنا أبو الزبيري عن جابيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفاضى من عرفة جعل يقول بيده السكينة عباد الله السكينة عباد الله حثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبيري عن جابيري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصففنا خلفه صفيني حثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليمين العنبري حدثني يزيد الفقير حدثنا جابير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلوا الجنة حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن يحيى بن سعيد عن جعفري بن عبد الله بن الحكم عن القاقاع بن حكيمين عن جابيري بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يك إلا وقع فيه من ذلك الوباء حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج بعد هدأة فإن لله عز وجل خلقا يبثهم فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمر فاستعيذوا بالله من الشيطان وقال حدثنا ليث قال قال يزيد وحدثني هذا الحديث شرح بيل عن جابيري بن عبد الله قال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سليمان بن حيان أبو خالد يعني الأحمر أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبيري عن جابير قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حصل خف حدثنا سليمان بن حيانة عن ابن جريج عن أبي الزبيري عن جابير قال لا أدري بكم رمى النبي صلى الله عليه وسلم حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول عن جابيري بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمرة حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد وعاصمين الأحول عن أبي نظرة عن جابيري بن عبد الله قال تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحج والنساء فنهانا عمروا عنهما فانتهينا حدثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابيري بن عبد الله قال إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع قال فأتاها في صورة طيل فوقع على جذعا لهم قال فقالت ألا تنزلوا فنخبرك وتخبرنا قال إنه قد خرج رجل بمكة تحرم علينا الزنا ومنعا من الفرار حثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن أبي الزبيري عن جابيري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد حدثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن عمري بن أبي عمر وأخبرني مولاي المطالب بن عبد الله بن حنطب أن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأطحى فلما انصر فأتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعما لم يضح من أمتي حدثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من تحت هذا السوري رجل من أهل الجنة قال فطلع عليهم أبو بكر ردوان الله عليه فهنأناه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال يطلع عليكم من تحت هذا السوري رجل من أهل الجنة قال فطلع عمر قال فهنأناه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال يطلع عليكم من تحت هذا السوري رجل من أهل الجنة اللهم إن شئت جاعته عليا ثلاث مرات فطلع علي رضي الله عنه حدثنا يونس ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة وقال ابن أبي بكير مون أحيى أرضا ميتة فهي له حدثنا عفان وحسن ويونس قالوا ثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبيغال والحمير فناهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيغال والحمير ولم ينهن عن الخيل حدثنا يونس حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والثنية والمعاومة حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير عن جابر فيما أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء حدثنا يونس حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة والنقير حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به قال عفان قد خالف بين طرفيه حان معمر بن سليمان الرقي حدثنا حجاج عن محمد بن المنكدري عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله العمرة أواجبة هي قال لا حان عبد القدوس بن بكري بن خنيس أخبرنا حجاج عن أبي الزبير قال سئل جابر عن ما يدعى للميت فقال ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر حثنا محمد بن حميد أبو سفيان يعني المعمرية عن سفيان وأبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكفر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاً واحد حثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبراني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حثنا علي بن ثابت حدثني عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شربا له حثنا مسكين بن بكير حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن محمد بن المنكدري عن جابر قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه حثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة حثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وحدثنا معاوية بن عمر وأنبأنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقير بن أبي طارب عن جابر بن عبد الله قال كفنا النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه في ثوب واحد قال جابر ذلك الثوب نميرة حدثنا عمار بن محمد عن الأعمشي عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل هذه الصلاة الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يومين خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس حثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شريك في حائط فلا يبعه حتى يعرضه عليه حثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء أنبأنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرأون القرآن قال اقرأوا القرآن وابتغوا به لها عز وجل من قبلي أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القطح يتعجلونه ولا يتأجلونه حثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد ولا يأكل أحدكم بشماله ولا يمشي في نعل واحدة ولا يحتب في ثوب واحد حثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابري بن قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ألمين كان بظهره أو بواركه شك هشام حثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم حثنا عبيدة بن حميد حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء حثنا عبيدة حدثني الأسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جابري بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحضرت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في القوم من طهور قال فجاء رجل بفضلة في إداوة قال فصبه في قدح قال قال فتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا تمسحوا قال فسامعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء قال ثم قال أسبحوا الوضوء الطهور قال فقال جابر بن عبد الله والذي أذهب بصري قال وكان وكان قد ذهب بصره لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون قال الأسود حسبته قال كنا مئتين أو زيادة حسنا عبيدة تحدثني الأسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألك امرأة قال قلت نعم قال أثيبا نكحتا أم بكرا قال قلت له تزوجتها وهي ثيب قال فقال لي فهل لا تزوجتها جويرية قال قلت له قتل أبي معك كيوم كذا وكذا وترك جواريا فكرهت أن أضم إليهن جارية كأحداهن فتزوجت ثيبا تقصع عكملة أحداهن وتخيط درع أحداهن إذا تخرق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نعم ما رأيت حسنا عبيدة تحدثني الأسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أحدنا إذا جاء من سفر أن يطرق أهله قال فطرقناهن بعد حدثنا عبيدة حدثنا الأسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد الغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصاري إن من أخوانيكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة في مال أحدين من ظهر جمله إلا عقبة كعقبة أحدهم قال فضممت أثنين أو ثلاثة إلي ومالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمله حدثنا عبيدة حدثنا الأسود بن قيسين عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال فقدت جملي ليلة فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشد لعائشة قال فقال لي مالاك يا جابر قال قلت فقدت جملي أو ذهب جملي في ليلة ظلماء فقال فقال لهذا جملك اذهب فخذه قال فذهبت نحوا مما قال لي فلم أجده قال فرجعت إليه فقلت يا نبي الله ما وجدته قال فقال لهذا جملك اذهب فخذه قال فذهبت نحوا مما قال لي فلم أجده قال فرجعت إليه فقلت بأبي وأمي يا نبي الله لا والله ما وجدته قال فقال لي على رسلك حتى إذا فرغ أخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا الجمل فدفعه إلي قال هذا جملك قال وقد سار الناس قال فبينما فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي قال وكان جملا فيه قطاف قال قلت يا له فأمي أن يكون لي إلا جمل قطوف قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد يسير قال فسامع ما قلت قال فلاحق بي فقال ما قلت يا جابر قبل قال فنسيت ما قلت قال قلت ما قلت شيئا يا نبي الله قال فذكرت ما قلت قال قلت يا نبي الله يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عجوز الجمل بصوت أو بصوت قال فانطلق أوضع أو أسرع جمل ركبته قط وهو ينازعني خطامه قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بائع جملك هذا قال قلت نعم قال بكم قال قلت بوقية قال قال لي بخ بخ كم في أوقية من ناضح وناضح قال قلت يا نبي الله ما بالمدينة ناضح أحب أحب أنه لنا مكنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته بوقية قال فنزلت عن الرحل إلى الأرض قال ما شأنك قال قلت جملك قال قال لي اركب جملك قال قلت ما هو بجملي ولكنه جملك قال كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به فإذا أمرنا الثالثة لم نرجعه قال فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة قال وقلت لها ألم تري أني بعت ناضحا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقية قال فما رأيتها أعجبها ذلك قال وكان ناضحا فارها قال ثم أخذت شيئا من خبط أوجرته إياه ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاوما رجلا يكلمه قال قلت دونك يا نبي الله جملك قال فأخذ بخطامه ثم ناد بلالا فقال زن لجابر أوقية وأوفه فانطلقت مع بلالا فوزن لأوقية وأوفى من الوزن قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث ذلك الرجل قال قلت له قد وزن لأوقية وأوفاني قال فبينما هو كذلك إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر قال فنادى أين جابر قالوا ذهب إلى أهله قال أدرك أأتني به قال فأتني رسوله يسعى قال يا جابر يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فقال فخذ جملك قلت ما هو جملي وإنما هو جملك يا رسول الله قال خذ جملك قلت ما ما هو جمالي إنما هو جملك يا رسول الله قال خذ جملك قال فأخذته قال فقال لعمري ما نفعناك لننزلك عنه قال فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية قال فقلت لها ما ترينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أوقية ورد علي جملي حثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابري بن عبد الله الأنصاري فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من نجد فأصاب امرأة رجل من المشركين إلى النجد فغشئنا دارا من دور المشركين قال فأصبنا امرأة رجل منهم قال ثم انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وجاء صاحبها وكان غائبا فذكر له مصابها فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق نزل نزل في شعب من الشعاب وقال من رجلان يكلأ أنا في الليلتنا هذه من عدونا قال فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار نحن نكلأك يا رسول الله قال فخرج إلى فم الشعبي دون العسكر ثم قال الأنصاري للمهاجرين أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره أم تكفيني آخره وأكفيك أوله قال فقال المهاجري بل اكفيك أوله وأكفيك آخره فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي قال فافتت حسورة من القرآن فبينه وفيها يقرأ إذ جاء زوج المرأة قال فلما رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القوم فينتزع له بسهمين فيضعه فيه قال فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعها قال ثم عاد له زوج المرأة بسهمين آخر فوضعه فيه فانتزعه فوضعه وهو قائم يصل ولم يتحرك كراهية أن يقطعها قال ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهمين فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ثم ركع فسجد ثم قال لصاحبه قعد فقد أتيت قال فجلس المهاجري فلما رأهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد نذر به قال وإذا الأنصاري يموج الدمان من رميات صاحب المرأة قال فقال له أخوه المهاجري يغفر الله لك ألا كنت آذنتني أول ما رماك قال فقال كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت أن أقطعها ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبانة عن عمه وسعي بن حبانة عن جبري بن عبد الله الأنصاري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من كل جاد عشرة أوسوق من التمر حثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبانة عن عمه وسعي بن حبانة عن جبري بن عبد الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جاد بعشرة أوسوق من تمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبانة عن عمه وسعي بن حبانة عن جبري بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العراية أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحسين مولى عمري بن عثمانة عن واقدي بن عمري بن سعدي بن معاذن عن جبري بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل حثنا يعقوب حدثنا أبي عن بعض أهله عن أبيه عن طلقي بن حبيب عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتق فورة العشاء كأنه لما يخاف من الاحتضار حثنا يعقوب حدثنا أبن أخي بن شيهاب عن عمه وقد حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمني أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعمرها قد بتيها من صاحبها الذي أعمرها ما وقعا من مواريث الله وحقه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهدي بن جبر عن جبري بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء قالا ثم رأيته قبل موته بعمين يبول مستقبل القبلة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة الأنصاري ثم الزرقي عن محمودي بن عبد الرحمني بن عمري بن الجموحي عن جبري بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعدي بن معاذ حين توفي قالا فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قالا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه حدثنا قوتيبة حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جبري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من أن يعالي فإن الرجل ليزال راكبا ما انطع له حدثنا قوتيبة حدثنا بكر بن مضرع عن عمري بن جابر الحضرامي عن جبري بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعني كالفاري من الزحف والصابر فيه له أجر شهيد حدثنا قوتيبة حدثنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العراية حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا المنكذر بن محمدي بن المنكذري عن أبيه عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك حدثنا قوتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طائر كل إنساء في عنقه قال ابن لهيعة يعني الطيارة حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سألا أو كف عنه من السوء مثلهما لم يدعو بإثمين أو بقطيعة رحمين حدثنا قوتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضه من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال فقالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرقوا أهل النار أو عصارة أهل النار حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلامي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر أما علمت أن الله عز وجل أحيا أباك فقال له تمنى علي فقال أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى فقالا إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطبي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر الرقياء عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا علي حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء فسألهم فقالوا هي خبزة يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لي سعيد ما تشقح قال تحمر وتصفر ويؤكل منها حدثنا عفان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاء يتعاطى السيف مسلولا حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش الجنادب يقعن فيها قال وهو يذبهن عنها قال وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تافلتون من يدي حنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتندارا فأكملها وأحسناها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون لولا موضع لبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع لبنة جئت فاختمت الأنبياء حثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل حثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما حان يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمني بن حرملة عن محمد بن عبد الله بن الحسين عن عمر بن عبد الرحمني بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابري بن عبد الله من بقي معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال جابر لا تقول ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم أبدو يا أسلم قالوا يا رسول الله وإنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا فقال إنكم أنتم تهاجرون حيث كنتم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمني عن عمر بن أبي عمرن عن المطلبي بن عبد الله عن جابري بن عبد الله قال شهدت الأطحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلف لما قضى خطبته آت بكبش فذبحه بيده وقال باسم الله وبالله إن هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي حثنا سعيد بن منصور وقوتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمني عن عمر بن أبي عمرن وعن المطلبي عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال سعيد وأنتم حرم ما لم تسيدوه أو يصد لكم حثنا قوتيبة حدثنا يعقوب عن عمر وعن المطلبي عن جابري بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الأضحب المصلف لما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال باسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي حثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي سفيانة عن جابري بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال فاستئذنت أتعجل قلت إني تزوجت قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فألا كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك قال انطلق وعمل عملا كيسا قال أبو بكر يعني لا تطرقهن ليلا حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو الزبير عن جابري بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الوحيدة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبسوا صبيانكم حتى تذهب فورة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغلق الأبواب وأن نوكي الأسقية وأن نطفي المصابيح وأن نكفف وشينا حتى تذهب فحمة العشاء ونهانا أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشي في النعل الوحيدة وعن الصماء والاحتباء في ثوب واحد حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وبين الصفى والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهل بالحج فلما كان يوم النحر طاف ولم يطوف بين الصفى والمروة حثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي صفيان عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولم ينجي أحدا منكم عمله قلنا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا أبو الزبير عن جابري بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبيغال والحمير فناهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيغال والحمير ولم ينهى عن الخيل حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي المتوكل عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك قال وقد أعي بعيري فقال ما شأنك يا جابر فقلت بعيري قد رزم قال فأتاه من قبل عجزه وقال عفان وعجزه سواء فدعا وزجره قالا فلم يزل يقدم الأبل قال فأتى عليه فقال ما فعل البعير قلت ما زال يقدمها قال بكم أخذته فقلت بثلاثة عشر دينارا قال فبعني بالثمن ولك ظهره إلى المدينة قلت نعم قالا فلما قدمت المدينة خطمته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الثمن وأعطاني البعيرة حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء حثنا عفان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسعد بن معاذ من رميته حثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أصليت الركعتين فقال لا قال فصلهما قال وكان جابر يقول إن صلى في بيته يعجبه إذا دخلا أن يصليهما حثنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته قال فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحللته قال فسلم عليه فسكت فسلم عليه فسكت فسلم عليه فسكت ثلاث مرات قال فقال له لما فرغ إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي قال فصل حيث توجهت به راحللته حنا عفان حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحتجم وهو محرم من وثي كان به حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكذري عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فضققت الباب فقال من هذا قلت أنا قال أنا أنا كأنه كرهه حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا مطر عن رجل أحسبه الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفي من قتل بعد أخذه لديته حثنا عفان حدثنا سعيد بن يزيد أخبرنا ليث عن أبي بكر وقال عفان مرة عن أبي بكر بن محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مون أحيا أرضا دعوة من المصري أو رمية من المصري فهي له حثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا حجاج عن عطاء عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيد ويخرج أهله حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدانة عن سبعة والبقرة عن سبعة حثنا عفان حدثنا شعبة قال محاجب بن ديثار أخبرني قال سمعت جابر يقول إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما آت المدينة أمره أن يأتي المسجد فيصلي ركعتين حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحوال عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمرنا هانا عنهما فانتهينا حثنا عفان حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد قال حدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البصر والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا قال عطاء نعم قال له سليمان بن موسى وأنا شهد حدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها قال عطاء نعم حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلي هاهنا فسأله فقال صلي هاهنا فسأله فقال شأنك إذن حثنا عفان وبهز قال حدثنا همام قال بهز حدثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشامين إن هذا يعني الزهرية لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأه منه يعني ما مسته النار قال فقلت له سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء قال فهل بالبلد أحد قال قلت نعم أقدم رجل في جزيرة العربي علما قال من قلت عطاء بن أبي رباح قال بهز فأرسل إليه فجيء به قال فبعث إليه فقال حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر الصديق خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ قال لعطاء ما تقول يعني في العمر قال حدثني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة فقال أحدهما وبيع السنين وعن بيع الثنية ورخصة في العراية حثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون لا يبولون ولا يتغوطون ولا يطفلون ولا يمتقطون طعامهم جشاء ورشح نكرشح المسكي حثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم مهلين بالحج فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنحل قال فخرجنا إلى البطحاء قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهلي اليوم فقال الناس في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه لا أحلة ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي فأحرمنا حين توجهنا إلى منا حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا أبو بشر أخبرنا سليمان بن قيس عن جابري بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة حدثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا أبو بشر عن أبي سفيان عن جابري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب وسأل أهله الأدم قالوا ما عندنا إلا خل قال فدع به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابري بن عبد الله أنهم كانوا لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبضأ حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو الزبير عن جابري بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهاء يذبح حتى يصلوا حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن جابري بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله عز وجل يمنعني منك قال فتهداده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه فنودي بالصلاة فصل بطائفة ركعتين وتأخروا وصل بالطائفات الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جبري بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحريث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله عز وجل فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال كنك خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قومين يقاتلونك فخل سبيله قال فذهب إلى أصحابه قال قد جئتكم من عند خير الناس فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء عدوهم وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم وجاء أولئك فصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان للقوم ركعتان ركعتان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية فمر بالسوق فمر بجدي أسك ميت فتناوله فرفعه ثم قال بكم تحبون أن هذا لكم قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال بكم تحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا لا كان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب حدثنا مجاهد عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمرة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج حدثنا أبو الزبير قال سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخموس قال كان يحمل الرجل منه في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل حنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حسين وعمرو بن مرة سمع سالما قال سمعت جابر قال أصابنا عطاش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده في تور من ماء بين يديه فجعل يثور من خلال أصابعه كأنها عيون وقال عمر وحسين كلاهما قال خذوا باسم الله حتى وصعنا وكفانا وقال لجابر كم كنتم قال كنا ألفا وخمسمائة ولو كنا مائة ألف لا كفانا حثنا الفضل بن دكال حدثنا شريك عن سلمة يعني ابن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعوه في دينه فبعوه بثمانمائة حدنا أبو نعيمين حدثنا زكريا حدثنا عامر حدثني جابر بن عبد الله أن أباه توفي وعليه دين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له إن أبي توفي وعليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخله فلا يبلغ ما يخرج سدوس ما عليه قال فانطلق معي لكي لا تفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر ثم دعا وجلس عليه وقال أين غرماءه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتني بخبر القوم يوم الأحزاب فقال الزبير أنا ثم قال من يأتني بخبر القوم قال الزبير أنا قال من يأتني بخبر القوم فقال الزبير أنا قال لكل نبي حواري وإن حواري الزبير حسن أبو نعيمين حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء من الغد محموما فقال يا رسول الله أقلني فأبى ثم جاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى فلما ولقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها حسن أبو نعيمين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت من أحدكم لقمة فيمط ما أصابها من الأذى ولا يدعها للشحيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه الباركة حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة حسن أبو نعيمين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس قد أيسى أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم حدثنا هوكية عن سفيان معناه حسن أبو نعيمين حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه حسن أبو أحمد محمد بن عبد الله يعني الزبيري حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله الجزرية عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا بلغنا سرف حاضت عائشة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ملاك تبكينا قالت يا رسول الله أصابني الأذى قال إنما أنت من بنات آدم يصيبك ما يصيبهن قال وقدمنا الكعبة في أربع مضينا من ذي الحجة أياما أو لياليا فطفنا بالبيت وبين الصفى والمروة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فأحللنا الأحلال كله قال فتذكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفات إلا أربعة أيامين أو ليال خرجنا إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر المنية من النساء قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم خطيبا فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولولا الهدي لا أحلة فمن لم يكن معه هدي فليحل فقام سراقة ابن مالك ابن جعشمين فقال يا رسول الله خبرنا خبر قومين كأنما ولدوا اليوم ألعى من هذا أم للأباد قال لا بل للأباد قال فأتينا عرفات وانصرفنا منها ثم أن عائشة قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي قد اعتمروا قال إن لاك مثل ما لهم قالت قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي فوقف بأعلى وادي مكة وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأرضفها حتى بلغت التنعيمة ثم أقبلت حتىنا حسين بن محمد وخلف بن الوليد قال حدثنا الربيع يعني ابن صبيح عن عطاء عن جبير بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضينا من ذي الحجة مهلينا بالحج كلنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا الرجعتين وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال حل قلنا يا رسول الله حل ماذا قال حل ما يحل للحلال من النساء والطيب قال فغشيت النساء وسطعت المجامير قال خلف وبلغه أن بعضهم يقول ينطلق أحدنا إلى منا وذكره يقطر منيا قال فخطبهم فحمضا لها وأثنى عليه ثم قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولو لم أسق الهدية لا أحلتوا ألا فخذوا مناسككم قال فقام القوم بحلهم حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى من أهلوا بالحج قال فكان الهدي على من وجد والصيام على من لم يجد وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة والبقرة بين سبعة وكان طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفى والمروة لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا وصعيا واحدا حثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قطن عن أبي الزبيري عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحسب إلا أننا حجاجا فلما قدمنا مكة نودي فينا من كان منكم ليس معه هدي فليحل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه قال فأحل الناس بعمرة إلا من كان ساق الهدي قال وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مئة بدنة وقدم علي من اليمن فقال له بأي شيء أهلت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم قال فأعطاه نيفا على الثلاثين من البدن قال ثم بقي على إحرامه ما حتى بلغ الهدي محله حثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي الزبيري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا حثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي الزبيري عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأوضعه في وادي محسر وأراهم مثل حصى الخذف وأمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمة مناسكها فأني لا أدري لعل لا ألقاهم بعد عام هذا حانا حسن بن الربيع حدثنا أبن مبارك عن عتبة بن أبي حاكمين عن حسين عن أبي المصبح عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق حدثنا يعقوب أخبرنا عيسى بن جارية عن جابري بن عبد الله قال أتى ابن أم مكتومين النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله منزلي شاسع وأنا مكفف البصر وأنا أسمع الأذان قالا فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا حان أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمشي عن أبي سفيانا عن جابر قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ليلة حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك ثم خرج فقال قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة فأما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانا حدثنا عن أبي الزبيري عن جابري بن عبد الله الأنصاري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الوحيدة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانا عن أبي الزبيري عن جابر قال رمي رجل بسهمين في صدره أو قال في جوفه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانا عن أبي الزبيري عن جابري بن عبد الله أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغضوا الخلق إلي قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على إن أحيا فعليكم قد خرصت عشرين ألف وصق من تمر فإن شئتم فلاكم وإن أبيتم فلي فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فخرجوا عنا حثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانا عن أبي الزبيري عن جابري بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وأدبار من العلم فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها الجمعة ثم صائروا أياميه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر كفار مهجات يقرأه كل مؤمي إن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة تحرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه ومعه نهران أنا أعلم به ما منه نهر يقول الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلط على غيرها من الناس ويقول أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقولوا يا أيها الناس ما يمنعكم يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى أن الشجرة والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله حثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتله الله لو تركته لبينا ثم قال يا أبن صائد ما ترقى لأر حقا وأر باطلا وأر عرشا على الماء قال فلوبس عليه فقال أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه وتركه ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتله الله لو تركته لبينا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم هو هو أم لا قال يا أبن صائد ما ترقى لأر حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد أني رسول الله قال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله فلوبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه قال فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ورجى ورجى أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتله الله لو تركته لبينا فقال يا أبن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال أتشهد أني رسول الله قال أتشهد أنت أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله فلوبس عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن صائد ان قد خبأنا لك خبيئا فما هو قال الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائذن لي فاقتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن يكن هوف لست صاحبه انما صاحبه عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وان لا يكن هوف ليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن عطائي بن أبي رباح يحدث عن جبري بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن جبري بن عبد الله قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال قلت لعمر وأنت سمعته من جابر قال لا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر يحدث أن رجلا أعتقى مملوكا له عن دبر منه فدع به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصل ركعتين حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر يقول كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه قال فصلى بهم مرة العشاء فقرأ سورة البقرة فعامد رجل فانصرف فكان معاذ ينال منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان أو قال فاتن 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمر لا أحفظهما حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عطائي بن أبي رباح عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي قال صلوا على أخ لاكم مات بغير بلادكم قال فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث قال وكان اسمه أصحمته حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن سالم بن أبي الجعدي عن جابري بن عبد الله قال وولد لرجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني بعثت قاسما أقسم بينكم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن جابري بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فكأنهم كرهوه فحمله على عاتقه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كريب أو شعيب بن أبي كرب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ويل للعرقيب من النار حثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج أخبرني عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعتين فقال لا فقال إركع حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإلا فليدعها ولا يكاريها قال ونهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن خليط البصر والتمر والزبيب والتمر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغربة إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلوا وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخرى وصبح قال كان أو قال كان يصليها بغلاس حتنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أعتقى أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبط عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أله مال غيره قالوا لا قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحامخة عمر بن الخطاب بثمانمائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان فضل فعلى أقاربك فإن كان فضل فها هنا وها هنا وها هنا حتنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل وأنا أبصر مواقع النبلي حتنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن سلمة ابن كهيل عن عطائي ابن أبي رباح عن جابر قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتقى عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بثمانمائة ودفعه إلى مواليه حتنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن سلم بن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله قال فولد لرجل من الأنصار غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار والله لا نكنيك به أبدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الأنصار خيرا ثم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكن يتي حتنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال جاء أبو حميد الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبان يحمله مكشوفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت خمرته ولو بعود تعرضه عليه حنى سعيد بن عامر قال شعبة أخبرنا عن مخول عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا قال فقال رجل من بني هاشمين إن شعري كثير فقال جابر إن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب حثنا علي بن عاصمين عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأكلوا أثمانها حثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعدي حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذ أقبلت عير تحمل طعاما قال فاتفتوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنفضوا إليها وتركوك قائما حثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر أو الشرك تركو الصلاة حثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن أبن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقومين في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال ألم أسجركم عن هذا فإذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطيه أخاه حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق قال قال ابن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر يحدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج الصوافي عن أبي الزبير عن جابر أن طفيل بن عمر الدوسية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله هلاك في حص حصي ومنعة قال فقال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله عز وجل للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه طفيل بن عمر وهاجر معه رجل من قومه فاجتوا المدينة فمرض فجزيع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه طفيل بن عمر في منامه فرآه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقالا له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فما لي أراك مغطيا يدك قال قال لي لن نصلح منك ما أفسدت قال فقصها أتفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر حثنى أبو داود حدثنا رباح المكي عن أبي الزبير عن جابير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الجمال مثل حصى الخذف حثنى وكيع عن سفيانا عن جعفر عن أبيه عن جابير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل هو يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنته وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم مساكم من ترك مالا فول الورثة ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي وأنا ولي المؤمنين حثنى أسباط بن محمد حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيدي بن عمير قال دخل على جابر النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلفا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخلو إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من أخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم حتنا محمد بن بكر حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كأن لم تأته لم نزل نعيار بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفل قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه حنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن جابري بن عبد الله الأنصاري قال كان رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه وكان ذا حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فأمره أن يستنفع به فباعه من نعيم بن عبد الله النحام العدوي بثمانمائة درهامين حثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن الوليد عن محاربي بن دثار قال دخل إلى جابري بن عبد الله أونس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليهم خبزا وخلا فقال كلفا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل حثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحاله حثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يومين أعظم حرمة فقالوا يومنا هذا قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا شهرنا هذا قال أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأنوالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدير قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر معناه حتنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن جابر أنه قال أراد بن سلمة أن يبيعوا ديارهم ينتقلون قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دياركم إنما تكتبوا أثاركم حتنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن أيوبا عن أبي الزبيري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي أخاه فليحسن كفناه حتنا عبد الله بن الحريث حدثني شبل قال سمعت عمرو بن دينار يقول عن جابري بن عبد الله وابن عمرو وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حتنا عبد الله بن الوليد يعني العدنية حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أبي وحدثنا هو كيع عن الأعمشي حتنا عبد الله بن الوليد حتنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبيري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب منه حتنا أخذنا عبد الله بن المؤمل عن أبي اخذنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبيرم قال اشتكيت عندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت بالشطر قال أحسن قال ثم خرج وتركاني ثم رجع فقال يا جابر أني لا أراك ميتا من وجعيك هذا فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هذه الآية فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم أو يوقف حدودها حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ليث حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء عبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فجاءه مولاه فعرفاه فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاعتقه ثم لم يكن يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله حر أو عبد حدثنا أبو سعيد حدثنا ليث حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصائي امرأة أبي طلحة قال وسمعت خشفا أمامي فقلت من هذا يا جبريل قال هذا بلال قال ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية قال قلت لمن هذا القصر قال لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فأنظر إليه قال فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا محمد بن المنكدري حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال فسمعت خشفا أمامي يعني صوتا حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عقيل يعني بشير بن عقبة الدورقية حدثنا أبو المتوكل النجي عن جابر بن عبد الله قال سفرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأحسبه قال غازيا فلما أقبلنا قافلين قال من أحب أن يتعجل فليتعجل وأنا على جمهل إن أرمك ليس في الجندي مثله فاندفعت عليه فإذا الناس خلفي فبين أنا كذلك إذ قام جمهلي فجعل لا يتحرك فإذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن جملك يا جابر قلت يا رسول الله لا أدري ما عرض له قال استمسك وأعطيني الصوت فأعطيته الصوت فضربه ضربة فذهب بي البعير كل مذهب فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عند ذلك يا جابر أتبيعني جملك قلت نعم يا رسول الله قال أقدم المدينة فقدم المدينة فدخل في طوائف من أصحابه المسجد فعقلت بعيري فقلت هذا جملك يا رسول الله فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم الجمل جملي فقال يا فلان انطلق فأتيني بأواق من ذهب فقال أعطيها جابرا فقبضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوفيت الثمن قلت نعم يا رسول الله قال فلك الثمن ولك الجمل أو لك الجمل ولك الثمن حثن أبو سعيد حدثن أبو عقيل حدثن أبو المتوكل قال أتيت جابر ابن عبد الله فقلت حدثني بحديث شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أفي والدي وترك عليه عشرين وسقا تمران دينا ولنا تمران شتى والعجوة لا يفي بما علينا من الدين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فبعث إلى غريم فأبا إلا أن يأخذ العجوة كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فأعطيه فانطلقت إلى عريش لنا أنا وصاحبة لي فصرمنا تمرنا ولنا عنز نطعمها من الحشف قد سمنت إذا أقبل رجلان إلينا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فقلت مرحبا يا رسول الله مرحبا يا عمر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا جابر انطلق بنا حتى نطوف في نخلك هذا فقلت نعم فطوفنا بها وأمرت بالعنز فاذ بحت ثم جئنا بوسادة فتوسد النبي صلى الله عليه وسلم بوسادة من شعر حشو هليف فأما عمر فما وجدت له من وسادة ثم جئنا بمائدة لنا عليها رطب والتمر ولحم فقدمناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعمر فأكل وكنت أنا رجلا من نشوي الحياء فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينهض قالت صاحبتي يا رسول الله دعوات منك قال نعم فبارك الله لكم قال نعم فبارك الله لكم ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي فجاءوا بأحمرة وجوالياق وقد وطنت نفسي أن أشتري له من العجوة أوفيهم العجوة الذي على أبي فأوفيتهم والذي نفسي بيده عشرين وسقا وسقا من العجوة وفضل فضل حسن فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبشره بما صاق الله عز وجل إلي فلما أخبرته قال اللهم لاك الحمد اللهم لاك الحمد فقال لعمر إن جابرا قد أوفى غريمه فجعل عمر يحمد لها حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أولي يمنحها أخاه حدثنا حمد بن خالد عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حدثنا حمد الخياط حدثنا عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن جابري بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه حدثنا سهل بن يوسف عن حجاج عن عطاء عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا لم يزيدوا على طواف واحد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جهدت في سبيل الله بنفسي ومالي حتى أقتلى صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة قال نعم إلا أن تدع دينا ليس عندك وفاء له حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيانا عن محمد بن المنكدري عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد أخبرني إسحاق بن حازمين عن ابن مقسمين قال أبي يعني عبيد الله بن مقسمين عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته حثنا محمد بن أبي عادي عن سليمان يعني ألة تيمية عن أبي نظرة عن جابر قال كنت أسير على ناضح لي في أخليات الركب فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة أو قال فانخسه نخسة قال فكان بعد ذلك يكون في أول الركب إلا ما كففته قال فأتني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا رسول الله قال سليمان فلا أدري كم من مرة قال أتبيعنيه بكذا وكذا ثم قال هل تزوجت بعد أبيك قال قلت نعم قال أبكرا أميبا قال قلت ثيبا قال ألا تزوجتها بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها حدثنا كثير بن هشمين عن هشمين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكالنا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس حدثنا كثير بن هشمين حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الأبواب بالليل وأطفئوا السروج وأوقوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو أن تعرضوا عليه بعود حدثنا كثير بن هشمين حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي لها عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي لها يشرك به دخل النار حدثنا كثير حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإن من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته حدثنا كثير بن هشامين حدثنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خسافة الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين شديد الحر فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك ثم جعل يتقدم ثم جعل يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قالا إنه عرض علي كل شيء توعدونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناوتوا منها قطفا أخذته أو قال تناوتوا منها قطفا فقصرت يدي عنه شك هشام وعرضت علي النار فجعت أتأخر رهبة رهبة أن تغشاكم فرأيت فيها أمرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهما آيتني من آيات الله عز وجل يركموها فإذا خسافت فصلوا حتى تنجلي حثنا كثير بن هشامين حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جبري بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نخل فصل بأصحابه صلاة الظهر قال فهم بهم المشركون قال فقال دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم قال فنازل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه فصفهم صفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فكبروا جميعا ثم سجد الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرون قيام قيام فلما رفع الذين سجدوا رؤوسهم سجد الآخرون فلما قاموا في الركعة الثانية تأخر الذين يلون الصف الأول فقام أهل الصف الثاني وتقدم الآخرون إلى الصف الأول فركعوا جميعا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال دخلت على جابري بن عبد الله الأنصاري أخي بني سلمة ومعي محمد بن عمر بن حسني بن علي وأبو الأسباط مولا لعبد الله بن جعفر كان يتبع العلم قال فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام فقال خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فلم أجده فسألت عنه فقيل لي هو بالأسواف عند بناتي سعدي بن الربيع أخي بل حارثي بن الحارثي بن الخزرج يقسم بينهن ميرثهن من أبيهن قال وكنا أول نسوة ورثنا من أبيهن في الإسلام قال فخرجت حتى جئت الأسواف وهو مال سعدي بن الربيع فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في صور من نخل قد رش له فهو فيه قال فأتي بغداء من خبز ولحمين قد صنع له فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه قال ثم بال ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وتوضأ القوم معه قال ثم صلى بهم الظهر قال ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن قال فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل وأكل القوم معه ثم نهض فصلى بناء العصر ومام السماء ولا أحد من القوم حسنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني بشير بن أبي بشير مولى آل الزبير قال سمعت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب يسأل جابر بن عبد الله الأنصار أخبني سلمة عن الغسل من الجنابة فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جده قال فقال له الحسن إن شعر رأسي كثير وأخشى أن لا تغسله ثلاث غرفات بيدي فقال له جابر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر وأطيب من رأسك حسنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالدي بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابري بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين باسم الله الله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته حسنا يعقوب قال وسمعته يذكر يعني أباه عن محمد بن عكريمة عن عبد الله بن عكريمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة وعن حسني بن محمد بن علي بن أبي طالبا أنهما دخل على جابري بن عبد الله السلامي وهو يصلي ملتحفا ورداؤه على جدر مسجده فصلى ثم انصرف إلينا فقال لنا إنما صليت لطرياني إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا حسنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكريمة تحدثني رجل من جهينة ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمري إن من الناس حلفا عند من بري هذا على يميء كذبة يستحق بها حق مسلمين أدخله الله عز وجل النار وإن على سواك أخضر حسنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابري بن عبد الله عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لو ديت أني غدرت مع أصحاب نحس الجبل يعني سفح الجبل حسنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني وهب بن كيسانة عن جابري بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ملاكا يا جابر قال قلت يا رسول الله أبطأ بجملي هذا فقال فأنخه وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطني هذه العصى من يدك أو قال اقطع لي عصا من شجرة قال ففعت قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخسه بها نخسات نخسات ثم قال اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقتهم وهاقة قال وتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر قال قلت يا رسول الله بل أهبوه لك قال لا ولكن بعنيه قال قلت فسن به قال قد قلت أخذته بدرهمين قال قلت لا إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبدرهمين قال قلت لا قال فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية قال قلت فقد رضيت قال قد رضيت قلت نعم قلته ولك قال قد أخذته قال ثم قال لي يا جابر هل تزوجت بعد قال قلت نعم يا رسول الله قال أثيبا أم بكرا قال قلت بل ثيبا قال أفلجرية تلاعبها وتلاعبك قال قلت قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن قال أصبت إن شاء الله قال أما إن لو قد جئنا صرارا آمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك وسامعت بنا فنافضت نمارقها قال قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق قال إنها ستكون فإذا أن تقدمت فأعمل عملا كيسا قال فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت فأقمنا عليها ذلك اليوم فلما أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا قال فأخبرت المرأة الحديثة وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدونك فسمعا وطاعة قال قال فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأ الجمل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر قال فأين جابر فدعيت له قال تعالى أي أبن أخي خذ برأس جملك فهو لك قال فدع بلالا فقال اذهب بجابر فأعطه أوقية فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا قال فوالله ما زال ينمي عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس يعني يوم الحرة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابري بن عبد الله قال لما استقبلنا وادي حني قال أنحذرنا في واد من أودية تهامة أجوث حطوط إنما ننحذر فيه أنحذارا قال وفي عماية الصبح وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا قال فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس هلما إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال قال فلا شيء أحتملت الإبل بعضها بعضا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطة من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطالب وابنه الفضل بن عباس وابو سفيان بن الحريث وربيعة بن الحريث وأيمن بن عبيد وهو أبن أم أيمن وأسامة بن زيد قال ورجل من هوازن على جمهل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعنا برمحه وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابري بن عبد الله قال قال بين ذلك الرجل الرجل من هوازن صاحب الرأية على جمله ذلك يصنع ما يصنع إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يردانه قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثاب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطمنا قدمه بنصف ساقه فان عجف عن رحله واجتلد الناس فواللهما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسر مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني سعيد بن ميناء عن جبري بن عبد الله قال عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق قال فكانت عندي شويهة عنز جذع سمينة قال فقلت والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير وصنعت لنا منه خبزا وذبحت تلك الشاتة فشوينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق قال وكنا نعمل فيه نهارا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا قال قلت يا رسول الله قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده قال فلما قلت له ذلك قال نعم ثم أمر صارخا فصرخا أن انصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر قال قلت إن لله وإن إلي راجعون فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه قال فجلس وأخرجناها إليه قال فبرك وسمى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحم بن عمري بن الجموح عن جبري بن عبد الله قال لما دفن صعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس معه طويلا ثم كبر فكبر الناس ثم قالوا يا رسول الله مما سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا الأعمش قال بلغني عن جبير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت اللحم فأكثر المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران حدثنا حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن أبن جريج أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جبير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي معبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي أخبرنا أبن جريج عن عطاء أنه سمع جابرا وسئلا عن العزل قال فقال قد كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا أبن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمة عن جبير بن عبد الله قال حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره وحبب إليه الخلاء فجعل يخلف حراء فبينما هو مقبل من حراء إذا أنا بحس من فوق فرفعت رأسي فإذا الذي أتني بحراء فوق رأسي على كرسي قال فلما رأيت هجؤث على الأرض فلما أفقت أتيت أهل مسريعا فقلت دثروني دثروني فأتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فقالا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن أبن شيهاب قال أبو سلمة سمعت جابر ابن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لبيت المقدس فاطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه حثنا عبد الرزاقي عن معمر قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمة عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فادثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله والرجز فهجر قبلا أن تفرض الصلاة وهي الأوثان قال الزهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جبري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في الحجر حين كذبني قومي فرفع لي بيت المقدس حتى جعت أنعت لهم آياته حدثنا حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحي بن أبي كثير قال حدثني رجل عن جبري بن عبد الله قال جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذن لي في الخصائف قال صم وسل ألها من فضله حدثنا إبراهيم محدثنا رباح عن معمر عن زيدي بن أسلم عن عبد الله بن مقسمين قال كنت مع حسن بن محمد بن علي فسأل جابر بن عبد الله عن غسل الجنابة فقال تبل الشعر وتغسل البشر قال رأس كثير الشعر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه ثلاث حثيات من الماء قال الحسن بن محمد رأس كثير الشعر قال كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب حثنا عبد الرزاقي عن معمر عن يحي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان عن جبير بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راح للته تطوع حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوب تنزل عن راح للته واستقبل القبلة حتنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن حل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى من فأهل فأهللنا من البطحاء حتنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج عن محمد بن المنكدري عن أناس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راح للتهو سوت به أهل حتنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج أخبرني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راح للتهي يوم النحر يقول لتأخذ لتأخذ مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه حتنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج وحجاج عن أبن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لنأكل من البدن إلا ثلاث من فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا وقال حجاج فأكالنا وتزودنا حتنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج وروح حدثنا أبن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فنحرنا سبعين بدنة يوم إذن حدثنا محمد بن بكر وروح قال أنا أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن عائشة بقرة في حجته حدث حدثنا محمد بن بكر وروح قال حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا النهدي ويجتمع النفر منا في البدانة وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجتهم حين محمد بن بكر حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه حين محمد بن بكر أخبران أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع عجابر ابن عبد الله قال زودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة فنمصها ونشرب عليها الماء حتى الليل فألقى 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 البحر حوطا ميتا فقال أبو عبيدة غزاة وجياع فكل فأكالنا فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رزقا أخرجه الله لكم فإن كان معكم شيء فأطعمون فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه حنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد الليثي حدثني أبو الزبير حدثني جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقوى من يخرجون من النار بعدما امتحشوا فيها فينطلقوا بهم إلى نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فيغتسلون فيه فيخرجون منه أمثال الثعارير حثنا الفضل بن دكاين وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس لقريش انتبع في الخير والشر حثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال الناس تابع لقريش في الخير والشر حثنا أبو أحمد وموسى بن داود قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء وقال موسى ولو بشيء حثنا عبد الوهاب الثقافي عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغتسل من جنابة يصب على رأسه ثلاث حفنات فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال يا أبن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب حثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن عطاء عن جابر قال كنا نغزوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهم فلا يعاب علينا حثنا يزيد حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد الخديري دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب حثنا يزيد عن حجاج عن عطاء عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد ثم يخطب حثنا يزيد حدثنا سليمان يعني ألة تيمية عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما منكم من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ حدثنا يزيد حدثنا سليمان عن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بمثله ففسر جابر نقصان من العمر حثنا يزيد أخبرنا حجاج يعني ابن أبي زينب قال سمعت طلحة ابن نافع أبا سفيان يقول سمعت جابر ابن عبد الله يقول كنت في ظل دار فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلما رأيته وثبت إليه فجعت أمشي خلفه فقال أدنه فادنوت منه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى آت بعض حجر نسائه أم سلمة أو زينب بنت جحش فدخل ثم أذن لي فدخلت عليها الحجاب فقال عندكم غداء فقال نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقي فقال هل عندكم من أدومين فقالوا لا إلا شيء من خل قال هاتوه فأتوه به فأخذ قرصا فوضعه بين يديه وقرصا بين يدي وكسر الثالث باثنين فوضع نصفا بين يديه ونصفا بين يدي حثنا يزيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن سقاء نبذ له في تور من برامين حثنا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم حثنا حثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني الثورية عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فجئت وهو يسير على راح للته ووجهه من قبل المشرق وهو يغمئ إماء فكلمته فلم يرد علي فلما انصر فقال إني كنت أصلي حثنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب وأبو عامر عن أبن أبي ذئب عن عبد الرحمة بن عطاء عن عبد الملك بن جابري بن عطلك عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل حديث فتفت فهي أمانة قال أبو عامر في مجلسه بحديث حثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا يصلح نساء حثنا حثنا يزيد حدثنا يحي بن سعيد أن شرح بيل بن سعد أخبره عن جابري بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى نزلنا السقيا فقال معاذ بن جبل من يسقينا في أسقيتنا قال جابر فخرجت في فئة من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية وبينهما قريب من ثلاثة وعشرين ميلا فسقينا في أسقيتنا حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض فقال أورد فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فأورد ثم أخذت بزم مناقته فأنختها فقام فصلى العتمة وجابر فيما ذكر إلى جنبه ثم صلى بعدها ثلاثة عشرة سجدة أثناء يزيد أخبرنا شاريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جبير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم رجل أو قال يدخل عليكم رجل يريد رجل من أهل الجنة فجاء أبو بكر رضي الله عنه ثم قال يطلع عليكم أو يدخل عليكم شاب يريد رجل من أهل الجنة قال فجاء عمر رضي الله عنه ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة اللهم اجعله عليا اللهم اجعله عليا قال فجاء علي رضي الله عنه حدثنا محمد بن بكر أخبراني ابن جنيج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أتي بضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله وقال لا أدعي لعلّاه من القرون الأولى التي مسيخت حدثنا محمد بن بكر أنبأني ابن جريج أخبراني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال فاركع حدثنا محمد بن بكر أخبراني ابن جريج أخبراني عمرو بن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة كان العباس والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك قال عبد الرزاق على رقبتك من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء فقام فقال إزاري إزاري فقام فشده عليه حدثنا عبد الرزاق أخبراني ابن جريج قال زعم لي عطاء قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة قال يريد الثومة فلا يغشنا في مسجدنا حدثنا محمد بن بكر أخبراني ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا وقال ليس على الخائن قطع حدثنا محمد بن بكر أخبراني ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله وذكر الأنصارية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحل التي هي صلي النوافلة في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ وإماء حدثنا عبد الرزاق أخبراني ابن جريج أخبراني عطاء أنه سمع جابر ابن عبد الله وذكروا العزل فقالا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرزاق أخبراني ابن جريج قال عطاء حين قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجأنه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الحجاج ابن أرطاط عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فلم يصل المغرب حتى أتسرف حدثنا سفيان بن عوينة عن عمر بن دينار سمعه من جابر ابن عبد الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه وأنفث عليه من ريقه حدثنا سفيان قال سمع عمر نجابر يقول سمعت أذنايا من رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة حثنا سفيان عن عمر وعن سليمان بن يسار أن آميرا كان بالمدينة يقال له طارق قضب العمر للوارث على قول جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر حثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أعرفه ناضحك حثنا سفيان حدثنا ابن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضى حثنا حماد بن أسامى تحدثني هشام بن عروى تحدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتا فهي له وما أكلت العافية منه له به صدقة حثنا يحيى بن زكري أخبرنا حجاج عن عطاء وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر كيلا وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها وأن تباع سنتين أو ثلاثا حثنا يحيى بن زكري أخبرنا حجاج عن عطاء وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيلا حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذاء ولا إقامة حثنا يحيى بن يماء عن المثنى عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا حثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي مات فكيف أكفنه قال أحسن كفناه حثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا على أرض فهي له حنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال الحسن بن محمد بن علي قلت لجابر بن عبد الله فقال جابر بن عبد الله يا أبن أخي أنا أعلم الناس به هذا الحديث كنت في من رجم الرجل يعني ماعزا إن لما رجمناه وجد مس الحجرة فقال أي قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومهم قتلوني وغروني من نفس وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلك قالوا فلم ننزع عن الرجل حتى فرغنا منه قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له قوله فقال ألا تركتم الرجل وجئتموني به إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت في أمره حتى فنا محمد بن الحسن الواسطي يعني المزنية حدثنا أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينابال الصيقلة عن أبي سفيانا عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمن فانتزعها ووضع اليمن على اليسرى حسنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسن عن الحسن عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركبة سنتها ولا تعدوا المنازل وإذا كنتم في الجد بفاستنجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت بكم الغلان فبادروا بالأذان ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها ماء والحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن حسنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الوحدي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن أو قال نكح بغير إذن أهله فهو عاهر قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوى فما أخاف على أمتي عمل قوم لوط حسنا يزيد أخبرنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان أثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء أن أنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن أرطاط عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن حسنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن المقبولي عن القاقع بن حكمين عن جابري بن عبد الله قال لا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بن سلمة ونحن نبصر مواقع النبل حسنا أبو قطأ وكثير بن هشامين قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتجم وهو محرم من وثي كان بواركه أو ظهره حسنا أبو قطأ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابري قال خسافة الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين شديد الحر فصل بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات حان عبدة بن سليمان حدثنا عاصم يعني الأحول عن عامر عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحمة لبان عمر حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذاء ولا إقامة حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لدى غط رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقيه فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه حدثنا روح بن عباد تحدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غولة وسمعت أبا الزبيري يذكر أن جابر فسر لهم قوله لا صفر فقال أبو الزبيري الصفر البطن قيل لجابر كيف هذا القول فقال دواب البطن قال ولم يفسر الغول قال أبو الزبيري من قبله هذا الغول الشيطانة التي يقولون حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الوحيد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية حثنا روح حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن جابر بن عبد الله أن رجلا شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الخصاء فقال سم وسلالها عز وجل من فضله حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فردتها عليهم إن نجاب عليهم ولا يجابون علينا حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباءا من ديباج أهدي له ثم أوشك أن ينزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي فقال لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه طبيعه فباعه بألف درهامين حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر عند دخوله وعند طعمه قال الشيطان ما من ما بيت ولا عشاء هاهنا وإذا دخل ولم يذكر ألاها عند دخوله قال الشيطان أدركتم الما بيت والعشاء حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قطيع فهو يتجحدل وأنا أتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكا من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد وليستعيذ بالله من الشيطان حان روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تابع لقريش في الخير والشر حان روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله حان روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة قال فكبرنا قال أرجو أن يكون ثلث أهل الجنة قال فكبرنا قال أرجو أن تكون الشطرة حسن روح بن عباد تحدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود قال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأولى فالأولى ثم يأتنا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم يقولون حتى ننظر إليك فيتجل لهم يضحك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنساء منافق أو مؤمئ نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم مكلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوء نجمين في السماء ثم كذلك تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء أهل الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها حفن روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول لكل نبي دعوة قد دع بها في أمته وخبأت الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفن روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبونون ويكون طعامهم ذلك جشاء ويلهمون التزبيح والحمد كما يلهمون النفس حفن روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قد يأس الشيطان أن يعبده المسلمون ولكن في التحريش بينهم حفن روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرش إبليس على البحر ثم يبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة حفن روح حدثنا أبن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله ولم يرفعه أنا فراطكم بين أيديكم فإن لم تجيدوني فأنا على الحوض والحوض قدر ما بين أيلة إلى مكة وسيأتي رجال ونساء فلا يذوقون منه شيئا موقوف ولم يرفعه حفن روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا على الحوض أنظر من يرد علي قال فيأخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي قال فيقال وما يدريك ما عملوا بعدك ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء يعني عرضه مثل طوله وكيزانه مثل نجوم السماء وهو أطيب ريحا من المسكي وأشد بياضا من اللبن من شرب منه لم يضمأ بعده أبدا حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر والمزفة والدباء والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد له شيئا ينبذ له فيه نبذى له في تور من حجارة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظمين أو بعر حدثنا هاشم بن القاسم عن أبن أبي ذي بن عن شرحبيل بن سعد عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل أن يمسك أحدكم يده عن الحصباء خير له من أن يكون له مئة ناقة كلها سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة حسنا حجاج قال قال ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك حسنا حجاج قال ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون له ذلك زكاة وأجرا حسنا حجاج قال ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى أبن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل بنا فيقولوا لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله عز وجل هذه الأمة حسنا حجاج قال ابن جريج أخبراني أبو الزبيري أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبلا أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علموها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة حدثنا سريج بن النعماني حدثنا سعيد يعني ابن زيد عن عمر بن دينار حدثني جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمى بال دعوى الجاهلية دعوى الكسعة فإنها منطينة حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل قال عبد الله وسمعت أبي مرة يقول حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل قال البكائي العامري حدثنا منصور عن سالمين عن جابري بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا ندعك تسميه محمدا باسم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ولد لي غلام وإني سميته باسمك فأب قومي أن يدعوني قال بل تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني قاسم أقسم بينكم حانا حسين بن محمد أخبرنا محمد بن مطرف عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال دخلت على جابري بن عبد الله فحضرت الصلاة وثياب له على السرير أو المشجب فقام متوشحا بثوبه ثم صلى قال لهم حين انصر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا حسين بن محمد حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن الحارث بن أبي يزيد عن جابري بن عبد الله قال الله الأنصاري أن قوما قدموا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبها مرض فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا حتى يأذن لهم فخرجوا بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد حسين بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطائي بن أبي رباح عن جابري بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج حسنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال فحدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخو بني حريثة عن جابري بن عبد الله الأنصاري قال خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا أليوث أقبل التلهب كان حماية لحي من لا يقرب وهو يقول من مبارز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا فقال محمد ابن مسلمة أنا له يا رسول الله وأنا والله الموتور الثائر قتل أخي بالأمس قال فقم إليه اللهم أعنه عليه فلما دنى أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه كل ملاذ بها بها منه اقططع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنان ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقى بالضرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد ابن مسلمة حتى قتله حسنا حسن بن موسى وسريج قال حدثنا حمد بن زيد عن عمري بن دينار عن محمد بن علي عن جبري بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر قال سريج الأهلية يوم خيبر وأذنى في لحوم الخيل حسنا حسن حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمت حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تقسموها فإنه من أعمر عمر فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه تقسموها حسنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسل فوشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعبثوا إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء حسنا هاشم وحسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد متوشحا به فقال بعض القوم لأبي الزبير وأنا أسمع المكتوبة قال المكتوبة وغير المكتوبة حسنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أكالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة حسنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لجارية وهي خادمنا وسيستنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال العزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبدا دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض حدثناه موسى بن داود حدثنا زهير مثله بإسناده حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء حسن حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحاله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص قال ثم ورمت قال فحسمه الثانية حسن حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الإناء وأطفئوا السروجة فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحلوكا ولا يكشف إناء فإن الفويسقة تضريم على أهل البيت حسن معاوية يعني ابن عمر نحدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين ولا مسلمة ولا مؤمئ ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حطى الله عنه من خطاياه حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة أن مولا لجابر بن عبد الله أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بهم وهم يجطنون أراكا فأعطاه رجل جميع أراكا فقال لو كنت متوضئا أكلته حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسن نوري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرة عن ذلك حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أن امرأة من بني مخزومين سرقت فعاذت بأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا لو كانت فطمة لقطعت يدها فقطعها حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائد فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائد فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم رجم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة وقال لليهودي نحن نحكم عليكم اليوم حسن حدثنا أبو الزبير عن جابرا أنه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن يأكل الرجل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل الصنبلة تستقيم مرة وتخر مرة ومثل الكفر مثل الأرزة لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا كم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروة فقال مرة واحدة حسن حسن سريج بن النعمان قال حدثناه شيم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابري بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أم تهوكون فيها يا أبن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما واسعه إلا أن يتبعني حسن أبو سلمة الخزاعي حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء حسن الخزاعي حدثنا عبد العزيزي عن عمري بن أبي عمر وعن رجل من الأنصار عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تسيدوه أو يصد لكم حسن الخزاعي أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهزمنا خيبر عن البصل والكراث فأكلهما قوم ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين قالوا بلى يا رسول الله ولكن أجهدنا أجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكلهما فلا يحضر مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم حان أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال حدثنا محمد بن المنكدر قال دخلت على جابري بن عبد الله وهو يصلي ملتحفا في ثوب واحد ورداؤه موضوع فقلنا له تصلي في ثوب واحد ورداؤك موضوع قال لي يدخل علي مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا حثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخضبنا أبصار كنا لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر حثنا أبو سعيد حدثنا زائدة وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابري بن عبد الله قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمرأة من الأنصار فذبحت لنا شاتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر فقال لا يدخلن رجل من أهل الجنة فدخل عمر فقال لا يدخلن رجل من أهل الجنة فقال اللهم إن شئت فاجعله عليا فدخل علي ثم أوتنا بطعمين فأكالنا فقمنا إلى صلاة الظهر ولم يتوضأ أحد منا ثم أوتنا ببقية الطعام ثم قمنا إلى العصر وما مس أحد منا حسنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلينا بالحج فقدمنا مكة فطفنا بالبيت وبالصفى والمروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي قال فسطعت المجامر ووقعت النساء أوفوا لما كان يوم التروية أهللنا بالحج قال سراقة بن مالك بن جوشم يا رسول الله عمرتنا هذه أليع من أم للأبد قال لا بل للأبد حسنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله نهيت أن يسمى بركة ويسار حسنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا علي يعني ابن زيد عن أبي نظرة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترقى لأرى عرشا على الماء أو قال على البحر حوله حيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس حسنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن كثير ابن شنذير عن عطائي ابن أبي رباح عن جابري ابن عبد الله قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فلما رجعت سلمت عليه فلم يرد علي فلما فرغ قلت يا رسول الله سلمت عليك فلم ترد علي قال إني كنت أصلي وهو على راحللته متوجها لغير القبلة حسنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد عن كثير ابن شنذير عن عطاء عن جابري ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الباب وأطفئوا المصابيح عند الرقادي فإن الفويس قد ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت وأكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجني انتشارا وخطفة حسنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا إنا حسنا إسحاق أخبرني مالك عن جعفر عن أبيه عن جابري ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال قرأت على عبد الرحمة مالك حاق وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه النجابر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفة وهو يقول نبدأ بما بدأ الله عز وجل به قال قرأت على عبد الرحمة مالك حاق وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابري ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفة يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي حديث عبد الرحمة يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك قال قرأت على عبد الرحمة مالك وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابري ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة حتى يخرج منه حتى إسحاق أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابري ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده وبعضه نحره غيره حتى عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سالم بن أبي الجعدي عن جابري ابن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لجارية وأن أعزل عنها فقال لهم ما يقدر يكن فلم يلبث إن حملت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ألم تر أنها حملت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة حتى عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فجئت وهو يوصل لنحو المشرق ويومئ إما أن على راحللته السجود أخفض من الركوع فسلمت عليه فلم يرد علي قال فلما قضى صلاته قال ما فعدت في حاجتي كذا وكذا إني كنت أصلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان وأبو نعيمين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والرطب والبصري يعني أن ينبذى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليعتدل من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليعتدل من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابري عن السليك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين حنا سريج حدثنا حماد يعني ابن زيد عن الحجاج ابن أرطاط عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وبين الصفى والمروة فلما كان يوم النحر لم نقرب الصفى والمروة حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمر وعن جابري بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لابن عمر فقال رجل أنا رأيت ابن جابري يطلب أرضا مخابرة فقال ابن عمر انظروا إلى هذا إن أباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض وهو يطلب أرضا يخابر بها حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ومعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد قال فقلن لجابر أكنتم تعدون اللفذ نوب شركا قال معاذ الله حنا سريج حدثنا ابن أبي الزنادي عن عمري وبني أبي عمر وأخبرني رجل ثقة من بني سلمة عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له حدثنا سريج حدثناه شيم عن أبي بشير عن أبي صفيانا عن جابري بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله فقال هل عندكم من إدمين فقالوا لا إلا شيء من خل فقال هل أم فجعل يصطبيغ به ويقول نعم الإدم الخل حنا سريج حدثناه شيم أخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بين من بريء الحجرة لوضة من رياض الجنة وإن من بريء على ترعة من ترع الجنة حنا سريج حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابري بن عبد الله قال لا كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغاني من المشركين الأصقية والأوعية فيقسمها وكلها ميتة حثنا سريج حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريدني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة أمامي قلت من هذا يا جبريل قال هذا بلال قال ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر قالت هذا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابري بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحريث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يغنعك مني قال الله عز وجل فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يغنعك مني قال كنك خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وهو أني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قومين يقاتلونك فخل سبيله فأت قومه فقال جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعتين وللقوم ركعتين ركعتين حنا سريج يعني ابن النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيانة عن جبري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدامة قالوا ما عندنا إلا الخل قال فدع به فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل حثن أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعدي عن جبري بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقفي فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت فقال الرجل من همدان قال فهل عند قومك من منعة قال نعم ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عامين قابل قال نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب حثن هاشم بن القاصم حدثنا قال شعبة عن محاربي بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصارية قال تزوجت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت قال قلت تزوجت ثيبا فقال ما لك وللعذار ولعابها قال شعبة فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال سمعت جابرا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفهل جارية تلاعبها وتلاعبك حدثنا هما أسود بن عامر يعني شاذان المعنى حان هاشم حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نظرة قال قال جابر بن عبد الله أردنا النبي عضوا لنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لرجل من الأنصار دياركم فإنها تكتبوا أثاركم حان أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيدي بن أبي كربن عن جابري بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل 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 منا مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للعقب من النار حذن أسود حدثنا شريك عن سلمة ابني كهيل عن عطاء عن جابري أن رجل دبر عبد الله عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه حدثنا النظر ابن اسماعيل القاص وهو ابو المغيرة حدثنا ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن فان قوما قد ارداهم سوء ظنهم بالله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين حثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من اهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فيها ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة فيرش عليهم اهل الجنة الماء فينبوتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة حثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايما مؤمئا سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زكاة واجرا حثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبة قال من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار حثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فأكل منه انسان او طيل او صبع او دابة فهو له صدقة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الاعمش عن ابي سفيانا عن جابر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فذكر الحديث حثنا عفان حدثنا ابو عوانة عن الاسودي بن قيسين عن نبيحن العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرقن احدكم اهله ليلا حثنا عفان حدثنا سليم بن حيانا حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة حثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جبري بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حثنا عفان حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جبري بن عبد الله قال قتل أبي يوم أحد وترك حديقتين واليهودي عليه التمر والتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أن تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إلى قابل فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الجداد فآذني قال فآذنته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجعلنا نجد ويكلوا له من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم أتيناهم بروطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه حثن روح حدثنا الثوري عن أبي الزبير عن جبير بن عبد الله قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبران أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولا أدري بكم رمى الجمرة حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن أجلاحا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أهديتم الجرية إلى بيتها قالت نعم قال فهل بعثتم معهم من يغنيهم يقولوا أتيناكم أتيناكم فحيون نحياكم فإن الأنصار قوم فيهم غزل حثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة حدثنا أبن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوط قال يا رسول الله وأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأري قدمه قال يا رسول الله أي الهجرة أفضل قال من هجر ما كره الله عز وجل قال يا رسول الله فأي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله فما الموجبة قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار حسن إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يآجرها حسن إسحاق بن يوسف حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة لأهلها أو مراث لأهلها حسن عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش الجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تافلتون من يدي حنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن نزل أول قال يا أيها المدثر قال فأني أنبئت أن أول صورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق قال جابر لا أحدثك إلا كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنودية فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا فنودية أيضا فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا فنظرت فوقي فإذا أنا به قاعد على عرش بين السماء والأرض فجثت منه فأتيت منزل خديجة فقلت دثلني وصبوا علي ماء باردا قال فنازلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر حدثنا أبو سعد الصغاني محمد بن ميسر حدثنا أبن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يباع الثمر حتى يطعمه إلا بدننير أو دراهما إلا العراية حدثنا أبو سعد الصنعاني حدثنا أبن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبن المنكدري عن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال يا رسول الله أقلني فأبى فجاءه ثلاثة أيامين متوالية كل ذلك يقول يا رسول الله أقلني فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر إن أمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاً واحد حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك حثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعنا حاضر لبدا دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض حثنا حسين حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم حثنا حسين حدثنا شريك عن المغيرة عن عامر عن جابر بن عبد الله قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا على أن يفقرني ظهره سفره أو سفري ذلك ثم أعطاني البعير والثمن حثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان يعني ابن عينة عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسامع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية فقيل رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قال جابر وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصار ثم إن المهاجرين كثروا فبلغ ذلك عبد الله ابن أبي فقال فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز الأعز منها الأذى اللف سامع ذلك عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه حثنا حسين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال لا يدري أحدكم في أي ذلك البركة حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن زيدي بن أسلم عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي حثنا حسين حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن سعيدي بن أبي كرب وعبد الله بن مرثد عن جابري بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرقيب من النار حدثنا حسين حدثنا أبو إس حدثنا شرح بيل بن سعد الأنصري مولى بن خطمة عن جابري بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأن يكف أحدكم يده عن ألحص خير له من مئة ناقة كلها سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة حدثنا حسين أخبرنا أبن أبي ذئب عن شرح بيلة عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن ألحص فذكر مثله حسين أخبرنا أبن أبي ذئب عن محمد بن المنكدري عن جابري بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له ليس له غيره فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابتعه منه نعيم بن النحام حدثنا حسين حدثنا أبن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابري بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد يعني الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدى يدعو عليهم ولم يصلق لا ثم جاء ودعا عليهم وصل حسن حسن الأشياب حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن جابري بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمر أنها لمن وهبت له حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير سألت جابرا عن الطواف بالكعبة فقالا كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس على قرني الشيطان حسن حدثنا أبن لهيعة أخبرنا أبو الزبير قال وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المدينة كالكيري وحرم إبراهيم مكة وأنا أحرم المدينة وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل منها ولا يقربها إن شاء الله طاع ولا الضجال والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال حسن حسن وموسى بن داود قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرقية فقال أخبرني خالي أحد الأنصار أنه قال يا رسول الله أرقي من العقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمرو بن حزمين دوعيا لامرأة بالمدينة لدغتها حية لا يرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تسجر عن الرق فقال اقرأها علي فقرأها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس إنما هي مواثيق فرقي بها حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير حدثني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة عمله ولا ينجيه عمله من النار قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا برحمة الله عز وجل حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فسقطت لقمته فليمط ما أرابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشحيطان ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده فإن الرجل لا يدر في أي طعامه يبارك له فإن الشيطان يرصد أبن آدم عند كل شيء حتى عند طعامه حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخرس وقال أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مع من أحبه حسن إسحاق بن عيسى حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأنوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل حسن موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء عن أبني جابر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المحدث المحدث يتلفت فهي أمانة حسن موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفة فقال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به حسن حجين بن المثني ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا فأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسريف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفة والمروة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي قال ما شأنك قالت شأني أني حدت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن قال قال فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا الطهرت طافت بالكعبة وبالصفة والمروة ثم قال قد حلت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة حدثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الصنبلة مرة تستقيم ومرة تميل وتعتدل ومثل الكفر مثل الأرزة مستقيمة لا يشعر بها حتى تخر حسنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل عن خالد بن يزيد أنه سمع عطاء أن أبن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين فسامع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد فنسين فقال في المسجد منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي على الثمر تحت تطيب حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها قال ابن أبي الزنادي وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة وعمر ابن أبي سلمة فعاذت بأحدهما حسنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد وقال إذا أعجبت أحدكم المرأة فليقع على أهله فإن ذلك يرد من نفسه ولا جابر نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطروق إذا جئنا من السفر حسنا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني أخبرنا وارقاء عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن جابري بن عبد الله قال وثيت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فخرج إلينا أو وجدناه في حجرته جالسا بين يدي غرفة فصل جالسا وقمنا خلفه فصلينا فلما قضى الصلاة قال إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما فصلوا قياما ولا تقوم كما تقوم فارس لجبابرتها أو لملوكها حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء السنتين والثلاثة حدثنا موسى ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعليني فليلبس خفيني ومن لم يجد إزارا فليلبس راوية حثنا موسى حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا قال أبي حدثنا هو يحيى بن آدم وأبو النظر أيضا حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب قال أبي حدثنا هو أبو النظر حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الآنية وأطفئوا السرجة فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحلوكا ولا يكشف إناءا وإن الفويسقة تضريم على أهل البيت ولا ترسل فوشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء حنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عمر بن سلمة ابن أبي يزيد حدثني أبي قال قال لجابر قلت يا رسول الله إن أبي ترك دينا ليهود فقال سأتيك يوم السبت إن شاء الله وذلك في زمن التمر مع استجداد نخليف لما كان صبيحة يوم السبت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل علي في ماء لدنى إلى الربيع فتوضأ ثم قام إلى المسجد فصلى ركعتين ثم دنوت به إلى خيمة ليفة بسطت له بجدا من شعر وطرحت خدية من قطب من شعر حشوها من ليف فاتكأ عليها فلم ألبث إلا قليلا حتى طلع أبو بكر وكأنه نظر إلى ما عمل نبي الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتين ركعتين فلم ألبث إلا قليلا حتى جاء عمر فتوضأ وصلى ركعتين كأنه نظر إلى صاحبيه فدخل فجلس أبو بكر رضي الله عنه عند رأسه وعمار رضي الله عنه عند رجليه حثنا علي بن إسحاق وحدثنا عبد الوهاب وعتاب أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سلامة بن أبي يزيد المديني حدثني أبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استشهد أبي بأحد فأرسلني أخواتي إليه بناضح لهن فقلنا اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بن سلمة قال فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأحد فدعاني وقال والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته فادفنا مع أصحابه بأحد حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى ابن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواثقنا فلما فرغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت قال فسألت جابرا يوم إذن كيف بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت قال لا ولكن بايعناه على أن لا نفر قلت له أفرأيت يوم الشجرة قال كنت أخذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه قلت كم كنتم قالا كنا أربع عشر مئة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس أختبأ تحت بطن بعير ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور حثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابري بن عبد الله السلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسق أمامه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره أو تحت قدميه حثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كان في الكعبة صور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها فبل عمر ثوبا ومحاها به فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء حثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية حثنا يعمر أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام قال سمعت الحثنا يذكر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكل نبي دعوة فدع بها وإني استخبأت الدعوة شفاعة لأمة يوم القيامة حنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله حدثنا أبن لهيعة حدثني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما الصيام جنة يستاجن بها العبد من النار هو لي وأنا أجزي به حثنا عتاب حدثنا عبد الله حدثنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا حثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرني عمر بن سلمة بن أبي يزيد قال حدثني أبي قال قال لي جابر دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت فسامع ثغوتها فقال يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا فقلت يا نبي الله إنما هي عتودة علفتها البلح والرطب حتى سمينت حثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير عن الأعمشي عن أبي صفيانة عن جابر قال كان لأبي شعي بن غلام لحام فلما رأم برسول الله من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعام يكفي خمسة فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن أتينا خمسة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه رجل فلما انتهي إلى بابه قال إنك أرسدت إلي أن آتيك خمسة وإن هذا قد اتبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع قال فإني قد أذنت له يا رسول الله فدخل حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا الأعمشو عن أبي وإل عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا الخطاب بن القاسم عن خصيف عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث إليها ملكا فيقولوا يا رب ما رزقه فيقال له فيقولوا يا رب ما أجله فيقال له فيقول يا رب ذكر أو أنثى فيعلم فيقول يا رب شقي أو سعيد فيعلم حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه حدثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فادعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس فأكل منها ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعرابي قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القطح يتعجلونه ولا يتأجلونه حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الربيع يعني ابن صبيح عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانه عن أكل الكراث والبصل قال الربيع فسألت عطاء عن ذلك فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حدثنا موسى بن داود حدثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى عاد إليه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة الدنانير ولك ظهره إلى المدينة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلى هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيابات حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك حان يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال من شاء منكم فليصلي في رحله حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا الأسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم وقال لي أبي عبد الله يجابر لعليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فأني والله لو لأني أترك بنات لبعض لا أحببت أن تقتل بين يدي قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقائب رنا إذ لحق رجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهم حيث قتل فبينما أنا أنا في خلافة معاوية ابن أبي سوفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمل معاوية فبدى فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القاتل فواريته قال وترك أبي عليه دينا من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إن أبي أصيب يوم كذا وكذا وترك علي دينا من التمر واشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل فقال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار وجاء معه حواريه ثم استأذن ودخل فقلت لامرأتي لامرأتي إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار فلا أريتك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بشيء ولا تكلميه فدخل ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام قال وقلت لمولا لي أذبح هذه العناقة وهي داجن سمينة والوحى والعجلة أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك فلم نزل فيها حتى فرغن منها وهو نائم فقلت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطهور وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوءه حتى تضع العناقة بين يديه فلما قام قال يا جابر ائتيني بطهور فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناقة عنده فنظر إليه فقال كأنك كأنك قد علمت حبنا للحم ادعو لي أبا بكر قال ثم دعا حواريه الذين معه فدخلوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله كل فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم منها كثير قال والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم ما يقربه رجل منهم خافت أن يؤذوه فلما فرغ قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهر للملائكة وأتبعتهم حتى بلغوا اسكفة الباب قال وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستطيرة بصقيف في البيت قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك فقال صلى الله عليك وعلى زوجك زوجك ثم قال ادعو لي فلانا لغريمي الذي اشتد علي في الطلب قال فجاء فقال أيسر جابر ابن عبد الله يعني إلى الميسرة طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل قال ما أنا بفعل واعتل وقال إنما هو مال يتام فقال أين جابر فقال أنا ذا يا رسول الله قالك له فإن لها عز وجل سوف يوفيه فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت قال الصلاة يا أبا بكر فاندفعوا إلى المسجد فقلت قرب أوعيتك فكلت له من العجوة فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صل فقلت يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريم التمره فوفاه الله وفضل لنا لنا من التمر كذا وكذا فقال أين عمر بن الخطاب فجاء يهرول فقال سلجابر ابن عبد الله عن غريمه والتمره فقال ما أنا بسائله قد علمت أن الله عز وجل سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله عز وجل سوف يوفيه فكرر عليه هذه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول ما أنا بسائله وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة فقال يا جابر ما فعل غريمك والتمرك قال قلت وفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فرجع إلى امرأته فقال ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أكنت تظن أن الله عز وجل يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج حثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمدي بن عمري بن حسني بن علي عن جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه قال ليس من البر أن يصوم في السفر حثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تابعوها فسألت سعيدا ما لا تابعوها الكراء قال نعم حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عبد الرحمن بن سابط عن جابري بن عبد الله قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء قال وماذاك يا رسول الله قال أمراء سيكونون من بعد من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي الحوض لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون علي الحوضة يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبط لحمه من صحة النار أولى به به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد بائع نفسه وموبق رقبته وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الأسود بن قيسين عن نبيح العنزي عن جبير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم ليلا فلا يطرقنا أهله طروقا حدثنا عفان حدثنا المبارك حدثني نصر بن راشد سنة مئة عمن حدثه عن جبير بن عبد الله الأنصاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور أو يبنى عليها حدثنا عفان حدثنا المبارك حدثني نصر بن راشد عمن حدثه عن جبير بن عبد الله الأنصاري قال تؤفي يا رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عذرة فقبر الليلا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جبير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أني أتيت بكتلة تمر فعجمتها في فم فوجدت فيها نوة آذتني فلافظتها ثم أخذت أخرى فعجمتها فوجدت فيها نوة فلافظتها فقال أبو بكر دعني فلاعبرها قال قال أعبرها قال هو جيشك الذي بعثت يسلم ويغنم فيلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه قال كذلك قال الملك حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيه كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأني ابن جريج أخبرني ابن شيهاب الزهري عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابري بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فقالا قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنما هي قال أبو بكر لمن أعطاها وقال عبد الرزاق لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه الموريث حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوما نحر ضحا ورمى في صائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس حدثنا يزيد بن هارونا عن سعيد أنبأنا قتادة عن عطائي ابن أبي رباح عن جابري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أخ لاكم مات بغير أرضكم قالوا من يا رسول الله قال النجاشي أصحمت قال فقلت فصففتم عليه قال نعم كنت في الصف الثالث حدثنا بهز حدثنا مثن بن سعيد حدثنا طلحة بن نافع عن جابري بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله فلما انتهى قال ما من غداء أو عشاء شك طلحة قال فأخرج فلقا من خبز قال ما من أدمين قالوا لا إلا شيء من خل قال أدنيه فإن الخل نعم الأدمه هو قال جابر ما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر مثله غير أنه قال زكاة ورحمة حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى حدثنا الأعمش عن أبي صفيانا عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين ولا مسلمة ولا مؤمنة يصيبه مرض إلا حطى الله عنه من خطاياه حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل قراءة علينا من كتابه عن عبد الرحمني بن عطاء عن عبد الملك بن جابر عن جابري بن عبد الله قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبيه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر اليوم على مائي كذا وكذا فلابست قميصا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان وسماه في غير هذا الحديث عبد الله بن سعيدي بن عبد الملك بن مروان أخبرني يونس بن يزيد عن أبن شيهاب حدثني عطاء النجابر بن عبد الله زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته آخر مسند جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه